موسيقى شاء الخير على حضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير بعتذر في البداية على ان احنا طلعين متأخر حوالي 40 دقيقة وده لزروف الماتش الاهل والنص وعادة لما بيبقى فيه ماتشات ممتدة كده بنعتذر بنتأخر حوالي ربع ساعة لنص ساعة علشان للستوديو التحليلي بتاع كابتل شبير اللي كل يوم بتخدق معاه وبقول له كابتل شبير مش طريقة انت متفق من 6 ل 10 مش طريقة ان انت تدخل على مساء الخير وتاخد النص ساعة دي يارب بتبقى نص ساعة بس النهاردة هنفتح موضوع مهم مع حضراتكم يتعلق بالمسيحيين المصريين وقلت مبارح ان قانون فيه حاليا مشروع قانون الاحوال الشخصية الخاص بالمصريين المسيحيين احنا هنتكلم فيه هذه القضية النهاردة وهي دي الفقرة الرئيسية فيما تعلق بالزواج والطلاق في المسيحية وايضا فيما تعلق بالتبني ده مجرد مشروع قانون احنا بنعرضه من البرنامج على الرأي العام اللي عايزي شارك من حضراتكم الفقرة مفتوحة على الهوى خاصة لو عرفتوا ان هناك اكثر من 300 الف طلب طلب تطليق من المصريين المسيحيين امام الكنيسة المصرية ايضا بعد الفاصل او بعد الانترو هنعرض موضوع مهم جدا عن الزراع الحيوية والزراع الحيوية باختصار ان احنا قلنا ان احنا بنزرع حاليا بأسميدة وكيمويات ودي احد الاسباب اللي بتؤدي الى انتشار بعض الامراض عندنا كمصريين طيب لو احنا زراعنا من غير قسميدة وكيمويات ده ينفع اه ينفع اسم الزراعة دي ايه الزراعة العضوية او الزراعة الحيوية عايز اقولكم ان في الفيوم في 800 فدان ليمتلكها فلاحي الفيوم قرروا انهم منذ سنوات انهم يلجوا الى الزراعة العضوية هنعرض هذا التحقيق اللي انا صورته من الفيوم واناخد تعليم من احد اسزة الزراعة ايضا في الفقرة الطبية اليومية النهاردة هتشرفني دكتورة مونة السماحي استاذ طب الاطفال ورئيس وحدة السكر بجمعة عين شمس عشان نتكلم عن السكر عند الاطفال وهذه فقرة مفتوحة امام حضرتكم طيب النهاردة انا عايز اتكلم معكم عليه من الاخر كده عايزين نتكلم على يوم الجمعة الجاي 28 نوفمبر اللي البعض او القلة بتحاول تصورك انه يوم علامي ويوم للحجد وهذه ليست الحقيقة الحقيقة يا اخوانا ان من يوم 30 يونيو وصورة الشعب العظيمة ومرور حوالي 17 شهر على 30 يونيو من يومها لحد النهاردة واحنا بنلاقي دعوات مستمرة للتزامة دعوات بتطلقها جماعة الاخوان المسلمين وانصارها هدف هذه الدعوات هو توفير حجد كبير من المواطنين في الشوارع لانهم جربوا ده في الثلاث سنين اللي فاتوا بهدف واضح ومعلن وهو اسقط نظام الحكم طبعا كل هذه الدعوات بلا استثناء فشلت فشلت ليه ليه سبب بسيط وهو عدم اقتناع الشعب بمثل هذه الدعوات عاوز اقول لحضراتكم الدعوة الى التزاهر هتستمر فترة مش هتنقطع كده بين يوم وليلة خاصة مع وجود دول اجنبية تمول وتدعم جماعة الاخوان المسلمين وانصارهم زي قطر وزي تركيا اكبر فشل بيواجه دعوات التزاهر وهيواجهها في المستقبل القريب هو ان المواطن البسيط خلاص عرف الحقيقة بوضوح وشايف ان مصلحة مصر النهاردة في الاستقرار الاستقرار النهاردة في اي دولة في العالم تمن ومهم جدا وديكوا شايفين الدول اللي حوالينا الاستقرار هدف مصري لأي مواطن علشان الدنيا تمشي وحال الناس يمشي هل معنى كلام النهاردة ان حياة المواطن المصر النهاردة بقت زي الفل وما فيش مشاكل الاجابة بعلو صوتي لا حياتنا فيها مشاكل كتيرة وكلنا مقتنعين بان عندنا جبال من المشاكل عندنا فساد في كل حتة موجودة في مصر عندنا فساد في التعليم والصحة وفي الاحياء وعندنا نقص كفاءات ونقص موارد وعندنا ديون متلتلة وعندنا امراض بتسجل فيها نسب عالمية وعندنا ارهاب وخايفين من بعض الفسدين يتسللوا لمجلس النواب القادم اللي هو مجلس شعب كل ده انا وانت عارفينه وبنقشه يوميا في البرنامج ده بس في المقابل ايضا للموضوعية وللانصاف شايفين ايضا رئيس جمهورية بيشتغل بيكتهل يخطئ مرة يصيب مرة طبيعي عندنا رئيس حكومة بنانتقد ادائه تقريبا يوميا لكن ايضا بنحييه هو او احد وزراء حكومته لما يعملوا حاجة كويسة للمواطن احنا خلاص عارفين مشاكلنا لكن من الساكتين بنحاول نحله لكن لا يوجد اي دافع او رغبة ستدفع اي مواطن مصر النهاردة بيحب هذي البلد للتظاهر نتظهر ليه بقى امرت ايه ما خلاص اتعلمنا درس تلات سنين في التلات سنين دول الناس الغلابة تعبوا قوي ومش خلاص اقتنعوا انهم مش هيقدروا يكملوا في ظل هذه الفوضى الناس في بلدنا النهاردة بتدور على الامل مش اليأس بيدوروا على اللي يبني مش اللي يهدي الحمد لله النهاردة السياحة في تزايد مستمر فندئنا عايز اقول لحضراتكم في الغرداء وشرم الشيخ تقريبا على اخيرها عايز اقول لكم احصائيا النهاردة طلع ان النسب الاشغال النهاردة مية تلاتة وتسعين في المية ايضيع في السياحة في هذا التوقيت من العام الماضي ولادنا او غالبية ولادنا اللي شغالين في السياحة رجع تاني لشغله البنيين والحفارين ومسؤولين في عمليات الحف موجودين في قناة السويس بدأنا كمان ان احنا نشؤ تلات تلاف ومتين كيلو من الطرق بنكتهد بنحاول نبني معنا اشقاء عرب بيمد ايديهم لينا امبارح كان اكبر وفد استثماري عربي خليجي كان قاعد مع رئيس الجمهورية واسمعنا عن ضخ استثمارات في منطقة قناة السويس بلغت امبارح بس الاعلان عنها تلاتة مليار جنيه الحاجات دي كلها بتديني وتد حضرتك الامر وترفع روحنا المعنوية ان احنا مش واقفين محلك سر وارجع واقول تاني مش معنى كلام ان ما فيش مشاكل او فساد او ان احنا مش خايفين من عودة وجوه الفساد ابدا خايفين لكن بنحارب الفساد ومنسلط الدوق على اي حاجة ايجابية تديني امل في بكرة بس زي ما فيه كده فيه ايضا حاجات تدي الامل في بكرة واسط كل ده لسه دعوات التظاهر واخيرها ده اللي عايز اتكلم عنه دعوة التظاهر يوم 28 نوفمبر القادم يوم الجمع باسم كاذب وهو انتفاضة الشباب المسلم ليه هو الاسلام مقول في مصر هو انا مش عارف انا كمحمد خير ولا انت كمسلم مش عارف تقدي شعائرك الدينية لكن اهي شعارات بتحاول بتحاول مجرد محاولات انها تجذب البعض وقال ايه بيدعو للخروج رافعين المصاحف ده يا راجل ده في عز الحكم الشيوع الافغانستان الافغان لما سروا على الحكم في كابل سنة واحد وتمانين من تسعة وسبعين لواحد وتمانين ما طلعوش رافع المصاحف ايه علاقة المصاحف بهذا الهدف الخبيص وهو تخريب البلد عشان كده لازم نرد على اي دعوة لتخريب بلدي وبلدك دي بلدنا اللي انا وانت عايشين فيها هنعيش فيها وهنموت فيها للينا جنسية تانية ولا للينا مدفن في اي بلد تاني هنموت في البلد دي ونحافظ عليه علشان خاطر ابني وابنك وعشان زي ما استلمناها محررة وكتلة واحدة كده لازم نسلمها لولادنا كده تعالوا انا وانتم نقول لبعض لا للارهاب لا لأي دعوات فتنة وان شاء الله ربنا هيحفظ مصر زي ما حافظ عليها قبل كده 28 نوفمبر دعوة جاهلية ضدك كمواطن ضد دينك ضد وطنك وذكراركم بالحديث الشريف اللي قاله سيدنا النبي لزوال الكعبة اهونوا عند الله من اراقة دم مرء المسلم لا يبقى الا ان انا ادعو اللهم احفظ مصر من كل سوء عاوز اسمع صوتك وانت بتقول لا لأي دعوة خبيثة لتفتيت هذا الوطن ولا لأي دعوة للتخريب او التظاهر في 28 نوفمبر او غيرها كلموني من اي تلفون محمول على واحد تلات سبعات كلموني من اي تلفون ارضي على زيرو تسعمية تسعة تسعمية وهبعتوا رسائلكم على تسعة احد واشر سبعتين عايزين نقول نحن نرفض اي دعوات للتظاهر نحن ننتقد الرئيس السيسي وانتقدنا في هذا البرنامج ومسجل ده صوت وصورة ننتقد رئيس الحكومة ننتقد اي مسئول في البلد بس على ارضية واحدة انه كلنا ناس بنحب هذه البلد وعايزين بلدنا تتقدم بينا لقدام واني احنا شايفين خطوات خليني ااخد اتصال تلفوني والستاذ محمد عبد فتاح من القاهرة والستاذ عبد فتاح من القاهرة تفضل افتاذ العزيم اهلا بحضرتك اهلا بك يا فندم انت عارف الشعب يريد اي بقى نعم الشعب يريد البنى والعمار الشعب يريد بهجة والزهار الله عليك ايه بعد حقوقنا ما رجعت لينا فيه طلبات عايزين تحقيقها مش هنخاف من عدو يعادينا الروح بتخاف من اللي خلقها واما حقوقنا بترجع لينا تلقى الفرحة جوه عنينا ونقول سوا احلى الاشعار الشعب يريد البنى والعمار الشعب يريد بهجة وازدهار يلا يا فلاح امسك فاسك وانت يتلميذ هات كراسك والصحفي يكتب بضمير والاعلامي على التنوير والعمال هيدوبوا في عرقهم هم ركيزة الاستقرار الشعب يريد البنى والعمار الشعب يريد بهجة وازدهار احنا خلاص يا استاذ محمد تعلمنا الدرس زي ما حضرتك بتقول واحنا الوقت عايزين نبني بلدنا انا قلت في معلش نص دقيقة قلت في المشروع بتاع قناة السويس قلت الله ينور عليك كده ماشيين في الصح بقدينا ويا اديك بكرة الايام تفرح يا نايم ويا كسلان اصحى يا عم وصحصح وما فيش شك والحد ولا عيد تنام على الخد ونتعب بس بجد والله ينور عليك كده ماشيين في الصح بشكر قنوات سي بي سي كلها الجميلة يا استاذ محمد اشكرك استاذ عمفتاح خالد مدينة نصر فضل الساس خالد شكرا استاذ محمد اه في نقطة دي هتكلم فيها لموضوع الفقرة واسمح لي بنصف دي هقول لحضرتك على صعبك اللي لم يغطيه الاعلام يعني وجاذب حضرتك تتناول اولا بالنسبة للدعوة تعتم تمانية وعشرين انا اعتقد انها دعوة نصر ولن يستجيب لها احد يعني تنزل حضرتك ماقولك كلها مجهولة طبعا بالمتابل وكده حتى لو كانت بطروف صعبة واكم من تواريخ اعلنوها وكلها زي ما قلت يعني عبارة عن دعوات واهية ولا تمثل اي شيء النقطة التانية سيد محمد حصل انتجار يوم الاربع الماضي ولم يغطيها الاعلام ولا اي برنامج وده بيشير الى قنبلة اهمال اخرى في مدينة النبارية غرب النبارية حصل انتجار او ده بحيات حوالي خمسة وفي ناسكة تحت الانقاض في احد المنازل ليه دي النقطة اللي حضرتك ممكن تتناولها ومش عارف الاعلام ما غطهاش ليه هناك المزرعين يقوموا بجمع البرتقال في المنطقة دي وهي منطقة انتاج زراعية وهو اخضر فكل البيوت هناك وفي اكثر منطرية وانا ليه زي مدون على النت يعني اخبروني بتدعو تأكد وحطيتها على صفحة حضرتك بيقوموا بعمل افضاء تسمى افران كربون في الدور الاول للبيوت هناك والانفجار بحصل في عزبس مع عزبة ادم في غرب النبارية وبيحطوا كربون مع مواد كيموية لتلوين البرتقال ويتحاول ليون الاسفر الانفجار اللي حصل حصل من تسريب حاجة او تفاعل المواد الكيموية وادى لهدم البيت وموت الكمسة ستة دولت وللاسف لم يغطي الاعلام يمكن عشان هو مش قنبلة ارهاب لكنه قنبلة اهمال وارجوك انها تهتم الموضوع ده وانا حطيته على الصفحة وممكن احطه الحضرتك تاني بالصور حالا فريق الاعداد هياخد تليفون حضرتك هتواصل معك وكاملة البرنامج هكون موجودة معك استاذ عبد الحكيم من حلوان اتفضل استاذ عبد الحكيم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بحيي حضرتك وبحيي قناة �를 فضل وبقول الشعب المصري كله ان شاء الله ان يوم تمانية وعشرين ده مش هيحصل حاجة ودعوتهم حتبقى في الارض واشنا عاملين فرح يوم تمانية وعشرين بانتصار وانتصار الحكومة المصرية وانتصار الدستور وانتصار انتخابات الناسية وانا فرح اخويا يوم 28 وبدع الشعب المصري كله عليه بنشكرك استاذ عبد الحليم من حلوان وهي دي الروح اللي احنا عوزينها بس عايز اقول احنا ما بنرفضش دعوة الارهاب انتصارا للسيسي او انتصارا لمحلب مع حفظ الالقاب احنا بنرفض اي دعوة تخريب او دعوة للارهاب او دعوة للعنف علشان احنا بنحب هزي البلد لصالح هزي البلد لصالح هزي الوطن اللي انا وانت عايشين فيه هنعيش فيه ان شاء الله لعمر الطويل لحضراتكو وهنموت فيه وهذا الوطن اللي احنا لازم نسلمه لولاد فيه بشاير امل انتو عارفين ان انا يعني اي مشكلة على طول انا بعرضها اي انتقاد حتى لو لا اعلى سلطة في البلد انا بانتقد وانتقدت هنا بعض السياسات او قررت لرئيس الجمهورية وقلت لحضراتكو ده مسجل لكن لا يمنع ان لما يكون فيه حاجات كويسة لازم نتكلم عليها لكن ايضا اقف ضد اي دعوة لتخريب بلدي وبلدك او لتفتتة او لدعوات للارهاب السيد عبد الناصر من بانها تفضل السيد عبد الناصر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اهلا بحضرتك ايه رأيك في دعوات اللي بتسمى 28 دعوات ثورة الشباب المسلم او انتفاضة الشباب المسلم دعوات كذبة واحنا ان شاء الله او الحكومة اللي هي مبولة ذاتي مش الحكومة مش الحكومة يا استاذ عبد الناصر احنا احنا الشعب يعني ما احنا لينا رأي انت اللي تسقط الحاكم وانت اللي بتخلي الحاكم قعد على كورسية طبع طبع حدرتك الكلام اللي حضرتك بتقولي مضبود اقول لعبدك كميش انا باللاتي عندي مشكلة قائمة باربع سنوات وفين انا اصلا كنت اعمل في بترو جيت عقدي يومي بعقدي يومي بعقدي يومي في شركة بترو جيت للبترول نعم او اتفاضة بتاريخ عشر عشرة ايه عشرة عشرة ايه الفين واربعتاشر الفين وعشرة طيب ده قبل الثورة مفروض انت رفعت قضية او رحت المكتب العمال رحت يا لاش المكتب العمال اللي مغلص الوزراء والنتيجة والنتيجة صفر مفيش مسؤول بينزل للناس المنظومة وقبل حتى الان حتى الان فصالوك ليه تدونه عاجل حق باش احنا عمال يومية عمال يومية ومفيش حد بيدور عليه لليل ان انا اخر مرة رحت عند وزارة البترول وقدمت مذكرة لرفاعتها الساد المهندس الوزير الوزير البترول بتاريخ ستة عشرين ستة الفين واربعتاشر ولم يتم الرب حتى الان انا بنقل صوتك ليه المسؤولين في شركة بوترجيت بوترجيت وللمسؤول الوزير ليه محاولة حل هذه المشكلة بس انتظل مشكلة من الفين وعشرة حتى الان بدون حل ده مش مشكلة قومية ده احد العاملين بيرى انه هو فصل ظلما بس عايز اقول لحرتك لو انت رحت الى القضاء ومعاك ورق يثبت حقك المؤكد ان انت هتحصل على هذا الحق وربما يعطيك القاضي هذا الحق بأثر رجل رأيي شخصي ما تضيعش وقتك ورفع عضية بكرة على شركة بوترجيت او الشركة اللي فصلتها اا ااخدوا استاذ واقل من حلوان اتفضلوا استاذ واقل يا استاذ محمد انا عايز بس بسياتك طب حاول اتصال مرة تانية اا الرسائل جاية بتقول لي اا لا للتظاهر نعم للبناء الرسالة بتقول اللهم محفظ مصر عمري ما هقول اللهم محفظ السيسي علشان كلنا الى زوال بس ده يعني النادع حتى يا ادعيله حتى بصفة مواطن يا سيتي بش بصفة رئيس مصر اا هي اللي سوف تظل شامخها ولن نزول ابدا ده امل حجازي انا بشكرك اا مصطفى من ميت اوبة اتفضلوا استاذ مصطفى مساء الخير استاذ محمد اهلا بحضرتك لو سمعت انا بس اا عايز الفت انتباه الداخلية وانتباه الحكومة المصرية وانتباه الاعلام المصري لوجود عشرة من اا منظمة حموم الانسان هيومان رايتس هيومان رايتس حضرتك موجودة في مصر عشان تصور التمثيل بتاع الاخوان المسلمين في ثمانية وعشرين نورا بس ام وانا بتمنى انهم ينزلوا بتمنى انهم ينزلوا عضرتك لسبب واحد لان احنا سيادة الرئيس اصدر قانون محاكمات العسكرية لمن يتعدى على المصالح الحكومية والمباني الحكومية العامة نعم فياريت ينزلوا عشان الناس لتتمثق ونخلص منهم طب انا بشكرك استاذ مصفة بس عايز اقول جملة صغيرة كده اا حقوق الانسان مش حاجة عيب يعني او حاجة وحشة اا حقوق الانسان في منظمات كثيرة جدا موجودة في مصر ومسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي مدية مثلا مهلة حتى نهاية ديسمبر القادم ليه اا انها اا تقنين اوضحهم اللي لسه لم يتم تسجيله بياناتهم بشكل قانوني فحقوق الانسان لما نسمع عنها مش معناها عميل اجنبي اخوانا لا ده مصري زي زيك بيحاول يحافظ على البلد دي بطريقه والدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن بتسجل مثل هذه الجامعيات اما ما يخرج عن القواعد القانونية اللي بتنظم عمل بعض الجامعيات لا خلاص يزب تحت قائلة القانون لكن انا بتكلم في العنوان او المعنى العام في رسالة بتقول لي باحترمك جدا بشعر بالامل لوجود امثالك الصديقين بشكر حضرتك وفي اللي بتقول لي هل هذا اسلوب توزيع يعني يا ريت شرح الرسالة برجاء تواصل مع المسؤولين عن الاسكان الاجتماعي مساكن ديار مصر ان ينتهوا من المرافق والغز والقهرباء قبل تسليم الوحدات ده احد المطالب ان شاء الله احنا بنسعى ان احنا نناقش هذا الموضوع وهنجيب عدد من الجمهور او المواطنين اللي مفروض هذا المشروع راح لهم ديار المستقبئ ديار مصر ويكونوا معانا في الاستوديو وهنعمل فقرة ان شاء الله الاسبوع القادم لان هذا الموضوع اثار اه 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 عند عدد كبير جدا جدا من المصريين ومنهم من اعترض على الاسعار هنائش القضية دي لانها قضية متهم ملايين المصريين وده من صلب عمل برنامجكم مساء الخير استاذ احمد من الشرقية اتفضل يا استاذ احمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بعد ازحة حضرتك اه الدعوة الفرغة اللي اه اه اي سمعينك يا سيد زحمة اه الدعوة الانا اسف الحيفة اللي بعوها المتنطعين والمتاسلمين الذين لا يعرفون للاسلام ديلا ولا يعرفون للوطن قيمة هؤلاء يتاجرون باسم الدين لتاجرون باسم الدين للحصول على اهراب الدولوية ان شاء الله تعالى سيندمون اشد المدم وادعو الشعب المصري للتكاتف لان وريد ان تقول الحكومة هي المسؤولة عن كل شيء اين الشعب لابد من ثورة شعبية جدا. لا بلا الثورة بس يقول يا سيد احمد الشعب يعمل ايه مع مثل هذه الدعوات مش مفروض يتجهلها ويقعد في بيته ولا عايزه ينزل. مية لواء. مفروض خضيتك كله في اليوم ده يقعد في بيته. نعم. لان بعض الناس هتنزل من حصنية. من حصنية بقول لك ما قدش الحضية. عن اللي اللي حافظ على عصر كل اللي واحد في اليوم ده يقعد في بيته عن الاجل الوطن ومن الاجل الله. طب انت شايف ان الاسلام زي ما بيقولوا في خطر. سيد احمد. نصر في خير ورسك. اساس الاسلام. نعم. انا بشكرك استاذ احمد من الشرقية. خلينا افكر حضراتكم بفقرات برنامجنا النهاردة في الفقرة الطبية اليومية. هتشرف لدكتورة مونة السماحي. استاذ طب الاطفال رئيس واحدة السكر بجامعة عين شمس. وهنلقوا الدوء على اه اصابة الاطفال بمرض السكر. اه ايضا عندنا بعد الفاصل. تحقيق مهم جدا عن الزراعة العضوية او الحيوية. بدون استخدام اسمدة. تحقيق صورتم من الفيوم. ثم الفقرة الرئيسية النهاردة. هتناقش قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين. هنفتح هذا الحوار وهذه الفقرة. وكل فقرات البرنامج دائما مفتوحة امام حضراتكم للتواصل عبر التليفون. وعايزين بقى نحفظ تليفون برنامج ونسجله على موبايلات. واحد ثلاث سبعات. واحد ثلاث سبعات. نطلع فاصل. بجادر التحية بحضراتكم. في تجربة حصلة في محافظة الفيوم. تجربة جميلة جدا. عايزين نعرض لها النهاردة. انا روحت بكاميرا للبرنامج. وروح نصورناها. اللي بقول لحضراتكم فيها حاجة اسمها الزراعة الحيوية. زراعة بدون كيمويات واسمدة. طيب. هل الزراعة دي. اللي بدون كيمويات واسمدة. اه تقدر انتاجها هيكاف في مصر لو جينا عميناها. ولا انتاج المحاصيل بيبقى زيادة قوي لما بنستخدم اسمدة. عايز اقول لحضراتكم. اي محاصيل بيتم تصديرها لدول الاتحاد الاوروبي. اللي هي اوروبا دول متقدمة. بتشترط انها يكون مزروعة بالزراعة العضوية. علشان كده جميع انتاج منطقة توشكة بتسافر لأوروبا. لاني ما فيهاش كيمويات. طيب. لو احنا عندنا في التمانية ونص مليون فدان الحاليا. المساحة بتاعتنا المزروعة. مش قادرين نعمل ده. طب رئيس الجمهورية اعلن ان احنا نستصلح اربع مليون فدان بواقع مليون فدان كل سنة. طب ليه ما نعملش الزراعة الحيوية دي او العضوية اللي هي بدون كيمويات في الفددين الجديدة. ونبدأ ناكل مزروعات جديدة بدون كيمويات. اللي يطبق هزي التجربة او اللي ساعد الفلاحين في محافظة الفيوم انهم يعملوا هزي الزراعة الحيوية هو دكتور ابراهيم ابو العيش رائد الزراعة الحيوية في مصر. هذا الرجل قصة كبيرة جدا وحاصل على جائزة نوبل في حاجة اسمها التنمية المستدامة. لكن يعني لم يتم تسليط الدوء عليه بشكل كبير. هو رائد الزراعة الحيوية. ربما مش في مصر فقط بل في المنطقة العربية. ومتاع الله بالصحة والعافية عمره تجاوز الخمسة وتمينين. لكن لا يزال يعمل يوميا وفي سبيل انتشار هذا النوع من الزراعة. راحا دفلاحين الفيوم واقنحهم. وساعدهم. انه هو يزرعوا هزي المحاصيل. وقال لهم ما تقلقوش. هتبوعوها فين وكلام ده. انا اخدها منك واشتريها. بالسعر اللي انتو عايزينه. تعالوا بقى نشوف قصة هزي القرية او التمنمية فدان تحديدا. وانا بصور تحيي كبير في الفيوم. هنعرض ان شاء الله الاسبوع القاضب عن مشاكل محافظة الفيوم. وعن السياحة وعن اشياء جميلة في محافظة الفيوم. لقيت هذا النموذج قلت لازم ما صوروا وانقلوا لحضراتكم في مساء الخير. مصر مش كلها ظلمة. مصر فيها حاجات جميلة اوية. منها الزراعة الحيوية ده. الدول الاوروبية لما تيجي تفكر تستورد محاصيل زراعية من مصر بيبقى حتى شرط اساس. ان هزي المحاصيل تكون خالية من المواد الكيموية اللي بنزرع بها ارضنا. وبتحاول على طول تقول عايزين تصدرولي يبقى اخد محاصيل زراعية اورجاني. اي خالية من المواد الكيموية. هل ممكن نعمل ده اه في مصر? ده سؤال عايز خبراء يعلقوا عليه. بس انا النهاردة امام نموذج لفت انتباهي في احدى كرة محافظة الفيوم اسمها قرية السكران. قرية غريبة جدا. فيها زمام عبارة عن تلتمية اتنين وستين فدان. التلتمية اتنين وستين فدان بالكامل لا تستخدم اي اسمدة او مواد كيموية لزراعة هذه الافدينة. ده بيزرعوا ارجانيك يا اخوانا. ده بيحصل فين? في الفيوم. طب بيزرعوا ايه? تعالوا معنا نشوف ايه قصة القرية دي. عايز عرف منك في البداية ازاي هزي القرية تلتمية اتنين وستين فدان قدرت انها تتحول من الزراعة بالأسمدة والكيمويات لانها تزرع ارجانيك. حضرتك احنا بدأنا التجربة دي مع الدكتور ابراهيم ابو العيش. نعم. من حوالي سبعتاشر سنة او طمنتاشر سنة. كان طرح علينا الموضوع. وكان بعت لنا مهندس اسمه مهندس عبد الرازق. وبدأ نشتغل في التجربة ده هي. اه التجربة دي اقنعنا هو بيها ان دي تجربة مفيدة مثلا على صحتنا. الكل هنا بيحصل عندنا ملوسات وفشلات كبيدية وفشلات كلوية. فاحنا اقنعنا بالتجربة ده هي. اه بدأنا نزرع الزراعة دي اللي هي زراعة الاضوية. اه لقينا الفدان فعلا قال للانتاجية بتاعته في الثلاث سنين الاولانية لحوالي خمسة وستين في المئة من انتاجه العادي. بعد كده رجع المحصول لانتاجه الطبيعي عادي يعني ازا كان بيقل مثلا عشرة في المية خمسة في المية مش اكتر من كده. قل لي هل الفلاحين هنا حواليكم استجابوا على طول هزي الفكرة من عشرين سنة? استجابوا. اه غلابية الناس استجابت وبدأوا ينفزوا فعلا بحيث ان احنا قلنا لهم انه جماعا المنتجات دي بتطلع اه حيوية وما فيش مشاكل في فيها في التحاليل. بتطلع كويسة. فطبعا الانتاج طبعا كان هم واخدين على السماد وكده وزيرة الانتاج بس بسبب مشاكل. فلما قلنا لهم مرة واتنين اقتنعوا بالموضوع وبدأت العملية ايه تتنفز. طبعا مساحة قليلة كانت في البداية دلوقتي كل المساحة حيوي كلها. قدناهم بديل كومبوست كومبوست مواد عضوية مخلفات الارض. بنعملها كومة. بنبدأ نوزحها على الارض. استغنتنا عن الايه? الاسمين. قل لي ايه نوعية المحاصيل اللي بتزرعوها? نوعية المحاصيل حضرتك احنا بنزرع حشيح اللي هو بيتقل عليه بيعني بالالماني كوميل. بنزرع حاجة اسمها حشيشة لمون. بنزرع نعناع بنوعية نعناع البلدي ونعناع الفلفلي. بنزرع شمر. بنزرع كراوية. بنزرع آآ 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 عباد امر ليه كلنديونة. كل زراعات دي بنزرع قط. كل زراعات دي بنزرع زراعة عضوية بجانب المحاصيل التقليدية اللي الفلاح عايزها لبيته. زي ايه مثلا? زي الامح. وازرع بارسيم للجموسة. وبازرع دورة شاملة للطير بتاعي لسراخ الدواجن بتاعتي. وللبهاي. طيب. قل لي الفدان الاول بالاسمدة وبالمواد غير العضوية. كان بيتكلف كام وبيديك محصول امته كام? ولما نقلت ليه الزراعة العضوية دك? آآ الفدان آآ قبل قبل مزرع الزراعة العضوية ده كان بيتكلف طبعا انا بكلم حضرتها الكلام ده من 17 سنة. يعني كان التكلفة مسلا ممكن الفدان يصرف 800 جنيه او 700 جنيه في الحدود دي. كان يجيب لي حوالي 4000 جنيه. كان بيديلك تلات اضعاف ما تمفقه. آآ تلات اضعاف ما مفقه. النهاردة? لا النهاردة طبعا برضو لما اسعار تتماشى برضو مع بعضيها تلاقيني بصرف مسلا على الفدان الفين. آآ ممكن يكون بيجيب 8000 جنيه. اللي هي هي تلات. آآ اللي هي هي تلات اضعاف. انت طوال 18 سنة بتقول لي احنا كان عندنا فشل كبدي وفشل كله وكلام. بس انت ما زرعتش حاجة تقولها. انت ما زرعتش لا تماطم ولا خيار ولا خاز. لا زرعين حضرتك البرسيم وراك هو مزروح في قلب بنفس ده. زي انا ما بدي للرجل الاجنابي ياكل زراعة نظيفة انا الاخر باكل زراعة نظيف. طب قولي في المقابل بقى هل الامراض قلت? اه طبعا الامراض قلت والناس بدأت تحس بتحسن صحتها. شايف الفكرة دي لو انتشرت في مصر هتفيد البلد? اه طبعا هتفيد من ناحية ايه? هتفيد البلد من ناحية اقتصاد. اه من ناحية اقتصاد من ناحية انها تقدر تقدع الفيروسات اللي هتاكلنا دي. الفيروسات الفيروس الكابي دي والفشالات الكلوية دي. نقدر نتغلب عليها بالزراعة الاضوية. بعد ما سمعنا رأي اتنين من الفلاحين اللي بيزراعوا زراعة عضوية. عايزين نسأل بقى الشركة اللي بتدعمهم واللي بتشتري منهم المحصول. بتتعامل معهم ازاي? هل بتشرف عليهم? انا ببقى عندي خطة سنوية للنباتات الطبية. بقسمها على مجموعة مزارع في الفيوم وباجي اه تفيد مع المورد او مع المزارع عليها وعلى انتاجها. كان فدان هيجيب كان بحول الكمية بحولها لمساحة. المساحة بتفيد عليها بكون تركت مع المورد او مع المزارع. وببدأ اعمله جدوى الاسبوعي انا بزوره فيه. ببدأ متابع معاه من بداية الزراعة حتى والتكفيف والحصاد والتكفيف حتى توصيل منتج لمقر الشركة. انت بتوفر له حاجة? بتوفر له البزور? بوفر له البزور وبوفر له الاسمدة الحيوية لو هو مش وجدها انا بوفرها له. الاسمدة الحيوية اللي هي بديل الاسمدة الكموية. وبيشتريها كبه? وبيشتريها. طيب. ايه اللي يمنع ان انت اه ما بين الفترة والفترة وانت بترائب او بتتابع يستخدم هو اسمدة كيموية? انا عندي في النهاية لما بستلم منه المحصول في مقر الشركة بيحلله في ألمانيا ويحلله في مصر في معمل تحليل مبيدات لما بيطلع فيها اي مخالفة الموارد بيترجع للبضاعة تاني ويحل ويشوف المخالفة جات منه حلقة فيها طيب لو انا في فلاح شايفنا دلوقتي عاوز يتحول من الزراعة التقليدية دلوقتي بالأسمدة الى الزراعة العضوية الارض عنده هتاخد كم سنة عشان تنتقل للزراعة العضوية وتتخلص من المبيدات هتاخد أربع سنين هو هيعمله في الأربع سنين يشحط لا هو بيزرع بطريقة التحول بيزرع بالطريقة الحيوية لكن الأرض لسه فيها بشرط انهم يحطش مبيضيفش أسمدة كيموية لا أسمدة ولا ببيدات كيموية لمدة الأربع سنين بيزرع نباتات ايه بقى بيزرع نباتات طبية وبيزرع محاصيل تقليدية من غير أسمدة طب ما كده الأرض هتديله محاصيل انتاج أقل بتقل أقل لكن هو بعد كده بيعوضها بعد الأربع سنين دي بيبدأ يعوض فيها بيبدأ يعوض بالنسبة لأمراض انت شاف انها قلت طبعا بالتأكيد قلت نسبة تسعين في المية أما بالنسبة للتكلفة التكلفة واحدة وانت جيبت النسبة دي من دين تسعين في المية في عشر سنين خلاص الأمراض اختفت مش تشفى راقها هو في تقارير مفيش يعني حاجة الحمد لله يعني ده بسبب الزراعة العضوية مبيدات وده كله كان بيأثر على صحة الإنسان وهم يشرب حكزات يعني كله مساوي بعض دي بس هو التكلفة هي هي مفيش حاجة اسم التكلفة قالت التكلفة أعلى بس هو الفرق في التكلفة الأعلى ان انا بشغل عمالة كتير يعني انا في المقاومة مقاومة يدوية انتعرف ان عندنا عدد سكان كتير فبدلا ما يطلعوا يزحموا في القارة في الشغل في الأماكن المزدحمة بدلا ما برش بمبيدات وما ويتبقى الحشائش لأ العمال بينقوة وانا يبقى كده شغلت المحاصيل اللي بيزراح الفلاح بزراعة عدوية بتتباع لي انا كمواطن مصري ولا انتو دايما عنكو عالتصدير عشان العملة لا بتتباع كمواطن مصري وموجودة في محلات في مصر والصوبة الماركة وبتتباع هنا في السوق برضو في السوق المحل في الصدايات موجودة وفي الصوبة الماركة موجودة بأبارة عن أدوية وعبارة عن مشروبات طب بالنسبة للمحاصيل التقليدية ليه سعر المنتج العدوي غالي جدا تلت او اربع اضعاف المنتج التقليد المفروض ان احنا نعمم التجربة ونعمم الموضوع الزراحة على مستوى جمهورية مصر العربية لو احنا عممناها هيبقى السالة كل واحد انما النهاردة احنا بنلاقي الاستجابة من الناس وليه لا فالمساحة اللي موجودة في مصر وليه لا مش مكافية طب احنا ليه ان نروح للفددين اللي مزروعة دلوقتي بالأسمرة ما نروح للسحرة اللي بيتم استصلاحها وعندنا مشروع دلوقتي الحكومة ترحال اللي هو استصلاح مليون فدان كل عام دي هي الحاجة المسألية ان احنا نبدأ بالمليون فدان ونبدأ ان نزرع فيها من البداية لان الارض كل لسه بيور جديدة فنبدأ فيها تبقى من البداية خلص النهاية دي احسن حاجة شوفوا حضراتكم مجرد فكرة ان احنا الحكومة نوية تستصلح اربعة مليون فدان خلال الاربع سنين الجايين مليون فدان كل سنة الاقتراح دلوقتي المقدم ان احنا ليه ما نزرعش المليون فدان كل سنة عن طريق الزراعة العضوية من غير اسمد سواء بقى المنتج بتاعك هتصداره هت يعني هيستهلكوا المواطن في الداخل على الاقل صحته هتكون افضل اشتركوا في الكلام الجميل اللي انتو شفتوه ده طب ما تيجي نسمع بقى رأي العلماء ونعرف منهم الا السئلة اللي هي ممكن تكون جدت على بال حضرتك وانت بتشوف هذا التحقيق معايا على التليفون الاستاذ الدكتور نادر نور الدين استاذ الاراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة بسالة الخير دكتور نادر بسالة الخير يا سوز محمد اه حراك شفت معنا هذا التحقيق نعم هل من الممكن تعميم تجربة الزراعة الحيوية على التمانية ونصف مليون فدان اللي احنا بنزرعهم حاليا وبالتالي ناخد محاصيل اه صحية بالنسبة لنا ولا ده صعب اه يعني صعب الى درجة المستحيل الا اولا لان انا احنا دولة بتعاني من فجوة غزائية عميقة وبنضطر ان احنا نستورد اه نحو خمسة وخمسين في المية من اكلنا وبالتالي انا بعمل على زيادة الانتاج بتاعي سنة وراء التانية وده مش هيتم الا عن طريق اه الاسمدة الكيميائية والتقاوي عالية الانتاجية زي ما حدرت تفضلت في التقرير انه في اول اربع سنوات بيحصل نقص في المحصول بيتراوح من 40 الى 25% وبعدين بيبقى المحصول اقل من معدناته بعد ما يثبت بنسبة 10% على الاقل يعني محصول الزراعة العضوية بيبقى اقل من اه محصول الزراعة التقليدية بعشرة في المية بعد ما يثبت بعد الاربع سنين وهي المزارع يتعود على تقنيات الزراعة العضوية الزراعة العضوية كمان الاسعارها غالية انا بلد فقير داخل المواطنين فقرة انا ما اقدرش ان انا اعممها على الناس محدودة الدخل ان هما يشتري الخدروات والفاكعة بدل ما بيجيب جيل الخيار بربعة جنيه مثلا دلوقتي يروح يجيبه 15 ده برضو سوقه مش موجود انما هو سوقه في اوروبا عالي اوي حتى ان كل دول القارة الافريقية هي اللي تتربع على قمة الدول المصدرة للاغذية العضوية كلها الى جميع دول الاتحاد الاوروبي السبع وعشرين تونس يمكن اعلى دولة في الصادرات وبعدين بتاليها دول حوض النيل كلها اثيوبيا اوغاندا وتنزانيا ومصر يمكن بتيجي في المركز العاشر لانه اتجاهنا لزيادة انتاجنا من الفجوة الغذائية والمحاصيل اللي بنحتاجها زي الامح والفول والعدس واحتياجات رجل الشارع والاعلاف واللبن واللحوم بتخلينا بنخصص مساحات على قد التصدير وعلى قد ان العائد الزيادة بتاعها يساعدنا ان احنا نشتري بيها او نشتري بتمالها محاصيل اه ان الفدان مثلا يقدر يشتري محصول فدانين او ثلاثة من الحاصلات بس عفوا دكتور نادر لو كان الحجم الانتاج هيقل 10% فقط في مقابل ان انا هوفر صحة جيدة للمواطنين نتيجة استهلاك زراعات جيدة وهوفر اسميدة ومواد كيموية مش ده بالنسبة لي يعني العشرة في المية يبقى مقدور عليها اه شوف برضا يا سيد محمد في حاجة تانية من الاستحالة اه تضبقها مش مش موضوع السحاب انا عندي تمانية وستة من عشرة مليون فدان بيرضوا 85% من مية النيل ده بالحالك تقول ان مية النيل بتاعتنا معتلة ما هيش صحيحة 100% نسبة التلوث علي قوي 102 مصنع بيرقوا مخلفاتهم في نهر النيل 5000 حط اجميع حكومي للصرف الصحي بيرمي في النيل مصرف الرهاوي بيصب في فرع رشيد مدمره فمن ضمن شروط زراع العضوية انك تروي على مياه جوفية نظيفة مياه غير ملواسعة لان انت زي كنت انت بتمنع الاسمدة والكيميائيات علشان التلوث ما ترويش بمية مجاري نعم ما ترويش بمية صرف صناعي نعم فانا هجيب منين المساحة اللي رويها من مية النيل ما عنديش مياه جوفية كل المياه الجوفية اللي عنده في مصر بنستخدمها حوالي 6 مليار متر مكعب تروي في متروي مليون فدان واحد يبقى هالباقي هجيب له مية مش ملووسة منين لما تروح للكشف الطبي برا هتيرجع عشان كده لو تلاحظ ان اخلب الزراعات اللي قالوها المزارعين زراعات نباتات طبية وعطية النعناع الشيح الكاموميل يعني الزهار بتاعته بالذات عشان مطلوبه اوي برا في اوروبا وانت هنا بتشوف الاكياس العضوية بتاعة الاعشاف دي كلها بيعتمدوا عليها انما برضو الزراعة العضوية ما هيليها اضرار انت عارف حضرتك انه النباتات او المحصول اللي طالع لانه ممنوع يتغش عليه اي مطاهر او معاقم فبيبقى كمان سريع التلف يعني تلموا عليه الفطريات بسرعة لان ما فيش عليه مبيدات كمان العدم اضافة الاسمدة معناها ان انا مش هعمل تنمية رأسية ان انا مثلا ببقى اامل ان انا لو محصول الفول بيجيب طن التقاول الحديثة بتجيب اتنين طن ونص انا هتوقف علشان اسألك سؤال اخير احنا عندنا اربعة مليون فدان اه الدولة هتستصلحهم كل سنة مليون فدان اللي يمنع والدولة هتستصلحهم من خلال المياه الجوفية اللي يمنع ان احنا نزرح هزيل افدنا اه زراعة حيوية او عضوية وننتج فيها المحازيل المحاصيل نعناع الى اخره واو نباتات طبية ونصدرها للخارج ونجيبها عملة صعبة اه ده اكتراحكم عايز قوي وعملي جدا ان انا اولا انا عندي اتنين ونص مليون فدان اراضي صحراوية حليقدر نستبعد مثلا منطقة زي النبرية اللي هي بتاخد من نهر النيل وبعض المصارف انما كل الاراضي الصحراوية اللي حتروه على مياه جوفية واراضي بكر يعني ما تلوستش قبل كده لا بقى سمدة ولا بمبداد هي دي بقى الامل فيها لان النهاردة مثلا تونس يمكن تسعين في المية من صدراتها الزراعية كلها صدرات عضوية لاوروبا اثيوبيا حوالي خمسة مليون فدان بتصدر لاوروبا كل سنة الانتحدر اذا في مجال ان ازود دخل المزارعين المصريين والدخل الاقتصادي للجولة بان كل فدان ازراعه في الصحراء يقدر يستورد لي مكانه تلاتة مليون فدان امح مثلا تلاتة مليون فدان فول يبقى اذا كاني انا بضعج المساحة تلات ابعاف لو في الاراضي الجديدة بمياه جوفية جيدة بمزارع متدرب على الزراعة العضوية لان برضو زراعة العضوية في اوروبا درجات يعني فيه اورجانيك 100% عضو 100% عضو 80% عضو 50% فانا لازم انتجي الاورجانيك 100% يعني اللي مش داخل فيه ولا نسبة قليلة من الاسمدة او المبيدات علشان اخد اعلى سعر وبالتالي بقى استثمار جيد للاراضي اذا يمكن دكتور نادر في الافدنة او الاربع مليون فدان نزرحهم زراعة عضوية باستخدام المياه الجوفية ونصدر المحصول للخارج لو عايزين على الاقل المليون فدان الاولى نعمل بيهم فالشة كويسة في دول الاتحاد الاوروبي ونقول ان دي اراضي جديدة وبكر ونبدأ المليون فدان اللي هتخلص في العام القادم ان شاء الله تكون بداية ادخال الزراعة العضوية على مساحات كبيرة مش 800 فدان بقى لا مليون فدان نبدأ بيهم زراعة عضوية وده يبقى كاني انا زراعت 3 مليون فدان لان عائدهم حكون 3 اضعاف الزراعة التقليدية فكرة رائعة باشكل حضرتك استاذنا الدكتور نادر نور الدين استاذ الاراضي والمياه بكلية زراعة جامعة القايرة اذا دكتور نادر بيقولك 8.5 مليون فدان اللي في حوزتنا دلوقتي واللي بنزراحهم هيبقى صعب او لدرجة الاستحالة ان احنا نحاولهم لزراعة عضوية زي ما قال لان احنا عايزين مياه نظيفة جدا مش متوفرة حاليا لكن بيقولك فكرة جميلة ايضا ان احنا الاربع مليون فدان اللي احنا بنستصلحهم حاليا نبدأ بالمليون فدان الاولى نزراحهم زراعة عضوية نصدر انتاجنا للخارج نأتي بعملة صعبة تعادل 3 اضعاف اراد اي فدان مزروع زراعة غير عضوية احنا قدمنا معلنة واسمعنا رأيه الكبير الزراعي والقرار بيد وزير الزراعة او رئيس الحكومة نطلع فاصل وبعد الفاصل هنناقش في فقرتنا الرئيسية النهاردة مشروع قانون الاحوال الشخصية او القانون الموحد للمسيحيين في مصر نطلع فاصل وهذه الفقرة مفتوحة امام حضراتكم بالتليفونات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بجدر التحية لحضراتكم وقبل ما نبدأ منقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين خلينا نوجه خالص العزاء لكل مصري مسيحي في الانبى ميخايل عميد الأساقف الأرثوزوكس ومطران أسيوت اللي تميح اليوم عن عمر يناهز تلاتة وتسعين عام خالص العزاء في الفترة الأخيرة حصل كلام كتير على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين تواقف التلاتة لها رأي أيضا العلمانيين لهم رأي في اللي شايف هذا المشروع متوازن في اللي شايف فيه ملاحظات وفي اللي رفضوا تماما الطلاق تحديدا مكون رئيسي في هذا المشروع لأن عدد من المصريين المسيحيين كانوا بيطلبوا بألا يكون الطلاق منصبا على سببين الوفاة أو لعلة الزنا هذا المشروع تناول هذه النقطة أيضا تحدثة فيما يتعلق بالتبني أيضا تحدثة فيه تفاصيل أخرى كثيرة تتعلق بالعلاقة بين الزجين ناقش أيضا ما يمكن أن يسميه بالزواج المدني ده مشروع مهم عدد كبير من المسيحيين كانوا بيطلبوا به هذا بيننا هو ليس قانون هو مجرد مسودة قانون أو مشروع قانون موحد للمصريين المسيحيين لأهمية هذا المشروع خصصنا له هذه الفقرة اللي بيشرفني فيها ضيوفي الأعزاء مينة أسعد مدرس اللهوت الدفاعي بمعهد دراسات الكتاب المقدس أهلا بحضرتك أهلا بك القصة رفعت فكري رئيس مجلس الإعلام والناش بالكنيسة الأنجلية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك خلينا أسأل سؤال لحضرتك في الأول أستاذ مينة الفارق ما بين القانون الحالي المعمول به وما بين مشروع القانون اللي مطروح الآن للرأي العام القانون الحالي وأنا يعني مش هتكلم في فروق كيلة لكن أنا هايز ركز على أكبر عيب موجود في محاولة تطبيق هذا القانون لا عفوا أنا هدخل بعد كده للعيد بس يعني الفروقات الواضحة الفروقات الواضحة أنه هو المشروع الحالي مسودة المشروع المقدمة دلوقتي اتكلمت على موضوع الزواج المدني وده ما كانش موجود في القانون فيه جدل حوالي الموضوع التبني التبني لم يقوم موجود في القانون القديم ما كانش لوت تشريه الواضح كان موجود في لايحة 38 هو سحب من لايحة 38 في مسودة القانون اللي موجودة حاليا دلوقتي يبقى الزواج المدني المدني التبني موضوع الفرقة اللي موجودة أو الطلاق المدني مشروحة بشكل برضو مخالف في القانون يبقى إذن دول 3 نقاط جوهرية رئيسية يختلفوا عن اللي موجود فيه لائحة 38 تمام القانون 38 هروح للقصة رفعت فكري ليه كان فيه مطالب من المسيحيين بالمطالبة بوجود قانون جديد للأحوال الشخصية هل ظروف العصر تغيرت هل اللائحة والقانون القديم 38 جرى عليه زمن كتير ولابد من احداث تغيير فيه ايه الاسباب اللي دفعت العدد من المسيحيين انهم يطلبوا بمشروع قانون والحقيقة كان فيه نقطة جوهرية كانت مشكلة بتحصل انه لو اي اتنين متزوجين وفقا ليه مثلا الكنيسة الارثوزوكسية وحصل بينهم خلاف عايزين يتطلقوا فكان بيروح احد الزوجين يعمل تغيير ملة فلما بيروح يغير الملة فكان يجي القاضي لما يلاقي هنا اختلاف في شريعة العقد فكان بيطبق الشريعة الاسلامية وكان بيحكم بالطلق نعم فقصة تغيير الملة دي كانت عاملة مشكلة لدى البعض وعشان كده كان فيه مطالبات انه ليه طالما احنا كمسيحيين بنؤمن بكتاب مقدس واحد وفيه اتفاق بيننا على انه لا طلق حتى لا طلق على الاطلاق لان الاطلاق في ذاته مشكلة فكانت الفكرة ليه ما يبقاش فيه قانون موحد بحيث محدش يروح يغير ملة نعم وبالتالي لا تطبق عليه الشريعة الاسلامية وبالتالي يبقى ما فيش مشكلة في هذه الجزيرة ومن هنا نبعت الفكرة بتاعت قانون موحد قانون موحد للأحوال الشخصية اجتمعوا التلت طوايف مع بعض وعملوا مشروع قانون ده كان من اربع سنين من قبل 25 يناير وحاولوا فيه انه هم برضو يجتهدوا انه هم يغضعوا في الاعتبار مشكلات الناس اللي عندها مشكلة في موضوع الطلق نعم فاتحط كلام عن الزنا الحكمي على اعتبار ان الزنا الفعلي اه صعب اثباته ومحتاج اربع شهود وقصة فاتحط الزنا الحكمي اه كمان الطيف محتاج اربع شهود حتى في الديانة المسيحية ما حضرتك القاضي اه وهو يحكم هو يحكم بالشريعة الاسلامية نعم وبالتالي لما يكون في وقعة زنا لابد من شهود نعم فعلشان يثبتها وفقا للشريعة الاسلامية لازم اربع شهود وهنا القصة صعبة معقدة نعم وبالتالي ابتلت الكنيسة تفكر طب ما في حاجة اسمها الزنا الحكمي مثلا وجود خطابات وجود احد الزجين دلائل او مؤشرات بالزبط نعم فده كان نوع من برضو يعني ان الامور ما تبقاش معقدة الطايفة الانجليا برضو من اربع سنين تقدمت باختراح كلام دا من اربع سنين كان مضمون هذا الاختراح انه اذا اراد الزوجان ان يبرمع عقد زواج مدني فليكفل لهم القانون ذلك دون الزام الكنيسة باجراء مراسيم دينية نعم على اعتبار انه اذا فيه اتنين كان حصل قضية شهيرة حصل حادث طلاق وكنيسة القرسزوكسية زواجت احد الطرفين وفي طرف الكنيسة رفضت تزوجه فرفع قضية فالمحكمة حكمت بالزام الكنيسة بانها تزوج الطرف التاني نعم الكنيسة قالت انا ضميري ما يسمحش ان انا اعمل زواج تاني لحد انا مش مقتنع انه ينفع انه يتجوز فهنا حصل صدام بين حق الانسان انه عايز يتجوز والكنيسة بتقول انا ضميري ما يسمحش ان انا اعمل زواج تاني وبالتالي كان لازم نفصل الديني عن المدني الكنيسة محدش يجبرها انها تخالف ضميرها انها مش هتجوز حد مرة تانية اذا هي مش مقتنع انه يعني ما ينفعش من التجوز لكن هذا الشخص يروح يتجوز مدني الدولة تتيح ليه تكفل ليه زواج مدني وهو يتحمل مسؤولية قراره بدون ما يلزم الكنيسة بعد كده يقول لها انت لازم تجوزيني مرة تانية يعني ده المشروع أو جزء اللي أقدمته الكنيسة الإنجليية ده كان باند تقدمت به الطائفة الإنجليية من أربع سنين طيب أروح لتزمينة أسعد وعاوز أسأل حضرتك في المشروع القانون اللي بين إيدنا حضرتك وحراك ذكرت أنه هو فيه تلت علامات بتختلف عن قانون 38 هل فيه نقاط أول حاجة نذكر ملاحظاتك الإيجابية الإيجابية هو تركيز على أنه لا طلق إلا لعلة الزنا مذكورة بشكل واضح يعني موضوع الميراس يعني عفو الأطلاق لا يزال لا يزال لعلة الزنا بسبب علة الزنا طلق الكنيسة الحالة الوحيدة الحالة الوحيدة وتغيير الدين طبعا ده طبيعية رغم أنه هما أضافوا نقطة غريبة شوية حتة الإلحاد هما أضافوا من الأسباب الإلحاد دي بالنسبة لي تمثل أزمة من ناحيتين ناحية الأولى أنا ابتديت أعمل للإلحاد مع كل احترام لكل واحد برأيه كيان بثبته في أوراقي أنا بكافح هذا الفكر تمام أه ولا بسمح له الوجود نقطة تانية الإثبات نعم طب أنا واحد لما هيغير عقدته من مسيحي إلى مسلم هيروح الأظهر ويتخذ مجموعة من الإجراءات المثبتة أوراقيا ويجي ببطاقة مكتوبة أنه يتغير فيها الدين طب الملحد أنا حاسبت أنه ملحد إزاي هسمح له أنه يقف واسمح له يتطاول على الزات الإلهية عشان يقوله أنه ملحد فخلاص أفصله والبطاقة مش هيكتب فيها مش هيكتب فيها فحيطة الإلحاد بتصير التساؤلات من نترك القانونيين أنه هما يراعوا النقطة طب عفوا ليه تحطت منتوا اللي حطيتوا هذا المشروع دا دي مسودة مطروحة على الكنيسة والكنيسة هتبتدي تنقشها خلال الأيام القادمة أعتقد أنه حاسب الإعلان في لجنة برئاسة نيافة الأنبابولا هتبتدي بكرة عشان تناقش النقاط اللي موجودة وهما طبعا أصحاب القرار أول نقطة تحفظ تحفظ هي الملحد الملحد نعم تحفظ الثاني الزواج المدني المسيحي ودي النقطة اللي فيها خلاف ما بين الفكر الأرثوزوكسي والفكر البروتساندي أو الفكر الإنجيلي إحنا ككنيسة أرثوزوكسية شايفين أن الزواج هو علاقة مقدسة ما بين الرجل والمرأة في وجود الله فبيقول الكتاب المقدس عندنا يصير الإثنان واحدة فيه ارتباط إتمام هذا السر زي ما بنسميه أو إتمام هذا زواج يسلزم تقوص طالما أن أنا بنتمي للطائفة الأرثوزوكسية الزواج بتاع بيكون صحيح ومشرع في حالة ممارسيتي للطقوس الخاصة بالزيجة عدا ذلك الكنيسة الأرثوزوكسية ترى أن الزواج المدني هو أمر شهوين أمر خارج إطار التشريع بتاعها لما أكون النهاردة بحط كلمة زواج مدني مسيحي أنا بأجبر أو وجهة النظر أننا بنجبر كنيسة على الاعتراف حتى لو قالت إن ما فيش أرثام على الكنيسة أنا بأجبر الكنيسة على الاعتراف بما يسمى زواج مدني مسيحي طب ليه ما يتعملش زواج مدني للمصريين يعني ليه ليه التخصيص للمصريين الدولة أنا واحد من الناس بقيد تماما إن الدولة تعمل تقوم بعدها زواج مدني للمصريين هو ده بيحصل في الديانة الإسلامية إذا تزوج غير مصري بمصرية جميع تضيف إليها كل البنود اللي هي عايزها الخاصة بالزواج المدني يعني أنت عددك يكون لعموم المصريين لعموم المصريين بقواعد وقتها اللي حيقوم بهذا الفعل هو متحمل تبعيات هذا الفعل يعني حسب الكنيسة الأرسزوكسية الذي يتزوج مدنيا يمكن قد أسر بابا شنودة شرحها في وعضة في وقت الحادثة اللي يتزوج مدنيا هو مفصول عن الكنيسة هو لا يستطيع ممارسة الوسائط اللي بتقوم بها الكنيسة ما يقدرش يمارس التقوص اللي بتتم جوه الكنيسة طب عفوا اتفضل المصر المسيحي اللي عايزة تزوج الأرسزوكسي الأرسزوكسي إذا تزوج مدنيا لا يستطيع أن يزب إلى الكنيسة يصلي أو يقام عليه قداس أو يتم تعميد أبنائه هناك مجموعة من محزولات طبعا بتخضع للمتابعة ومحاولة نحن بنتعامل معاك الخاطئ بيحاول أنه يرجع فبيبقى فيه قوانين بإشراف مختصين وأبقى كان لمحاولة علاج الأمر لكن القانون المطلق والطقس المطلق وممتبقش بهذه الحرفية هو فيه إشكالية كبيرة في علاقته بالكنيسة هو فيه علاقة زواج علاقة ما بين رجل وامرأة لا تشارعينها الكنيسة الأرسزوكسية أو الفكر الأرسزوكسي حسب رؤيتنا للكتاب المقدس فأعمل زواج مدني وأنه أؤيد هذا بالشدة وتكلمنا كتير طبعا زواج ده زواج مدني لكل المصريين لكل المصري المسيح اللي هتجاوز مدني هيتطبق عليه نفس الأمر لكن أنا ما دخلتوش بقى بداية الكنيسة ما هو النص القانون بيقول زواج مدني للمسيحيين أصلا بس عايز أول حاجة اتفضل هو مفروض عندما يتم تشريع قانون جديد تطوير يعني لقانون صادر منذ 38 الأصل فيه أنه هو يحل ما يزدش للمشاكل المشكلة ما هو يحل على أي قاعدة أنا عندي البندة التالتة من دستور بتقول أن أنا كمسيحي لاي الحق في الاحتكام لشرائي في أمرين مهمين الأحوال الشخصية واختيار القيادة الدينية الأحوال الشخصية حسب شريعتي بتقول شريعة الزوجة الوحدة ما أقدرش تجوز من أكتر من واحدة طالما أنها حية أنه لا طلق إلا لعلة الزنا وده أمر مسبت أو تغيير الدين اللي بيعتبر زنا روحي أو موت حكمي بيبقى له هذا المعنى فدي أساسيات الشريعة وإن الزواج سر مقدس بيتم من خلال التقوص اللي أنا بكلم حضرتك عنها طب أنا دلوقتي هدخل زواج مدني مسيحي أنا إيه إصراري إن كلمة مسيحة حتى ما الدولة تتفضل مشكورة بوضعها لكن في المقابل تحطي لي طلق مدني للمسيحيين ده معنى إيه طلق المدني ودي فكرة إحنا قدمناها وحاولنا إن إحنا نرفحها للكنيسة الكنيسة لا تطلق كلمة طلق في المعنى اللي أنا بقوله دلوقتي إن فيه عادة زيجة إن هي أتنين نفصلوا أحد الطرفين أحد الطرفين بس قادر إنه يتتزوج لأن الطرف الثاني أخطأ ده الطلق الكنسي لكن بنلاقي حالاته عبء الإثبات في قضية الزنا قدام المحكمة فيه إشكالية وإنه حتى إنه يعمل زينا حكمي فيه إشكالية رغم إن الواقع ممكن تكون حصلة وفي نفس الوقت فيه أسباب كتيرة بتمنع الاتنين إنهما مجدين إلا ده عايزي تجوز ولا هي عايزة تتجوز إلا الزوج عايزة تتجوز ثاني ولا هي عايزة تتجوز فيبقى فيه فرقة بنفس الفكر الكاتوليكي دون إعادة زيجة للاتنين لمدنية ولا غيرها بحيث إن كل حد فيهم بيكون لو استقلال في زيمة المالية لو فيه أثار مادية مترتبة على هذا الأمر ينفصل ده اقتراح خاص إحنا بنتكلم فيه نبقى أنت كلمت هنا على الإلحاد الإلحاد والزواج المدني رفض للزواج المدني المسيح ولكن يوضع في الإطار بتاع الدولة نعم تقنين أمر الطلاء المدني أو الانفصال المدني اللي لا يلزم الكنيسة بعادة زيجة لأحد الطرفين ولا خليهم نكوسم عايزة نوى إن الفقرة متاحة لحضراتكم لو حد من السادة المشاهدين حب إنه هو يتواصل مع ضيوفي الكرام عايزة نروح للقصة رفعة فكري عند هذه النقطة كده في خلاف بين حضرتك أو بينك ككنيسة إنجلية أنا بش محتاجة يعني أوضح بعض النقاط أولا أو خليني نسأله بشكل تاني إيه هي الملاحظاتك على مشروع القانون ما ترى إيجابي وما ترى أنه هو يحتاج مراجع عشان بس ندرى بشكل تمام إحنا بس محتاجين الأول نفرق بين الطلاق والتطليق نعم السيد المسيح عندما تحدث تحدث عن الطلاق نعم والطلاق يحدث بالإرادة المنفردة كان في اليهودية وفي الإسلام نعم أما في المسيحية ما فيش طلاق بالإرادة المنفردة لكن فيه تطليق اللي هو بتعمله الكنيسة نعم السيد المسيح النص اللي كلنا متمسكين به وبنؤمن به قال بالنص كده في إنجيل متى أصحاح 19 وعدد 9 ما قالش لا طلاق لعلة الزنا لكن قال من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني السيد المسيح كان بيكلم يهود متطرفين جدا كانت المرأة في اليهودية أقل من الرجل سلعة إذا جزها راح لقاها عملاله أكل شوية ملح زيادة في الأكل يطلقها إذا صوتها عيلي عليه يطلقها إذا عجبته واحدة تانية غير مرأته يطلقها يعني كانت المرأة قلعوبة فالسيد المسيح لما لقى المرأة قلعوبة حب يقيد فما تطلقش مراتك لقات فهالسبب يعني فالمسيح وضع مبادئ عامة الحاجة التانية الحالة اللي ربنا خلق بيها الإنسان من الأول آدم وحوة إنه اتنين بيرتبطوا ببعض المبدأ إنه ما فيش بينهم طلاق حتى في وجهة النظر المسيحية ووجهة نظر أخرى وهي تحترم إنه في المسيحية حتى ما فيش طلاق للزنا إنه لاقى طلاق على الإطلاق ليه؟ المسيحية مبنية على التسامح والغفران إذا أحد الزوجين زنوا أخطأ ويجي الطرف الثاني سامحوا لأنه تاب وخير الخطائين التوابون وربنا بيقبل التوبة فإيه المانع أن الحياة تستمر فهنا حتى مبدأ الطلاق مرفوض كمبدأ لأن لا يتسق مع الفكر المسيحي طالما هناك تسامح وغفران فالمسيح وضع مبادئ وهذه المبادئ كلنا بنقدرها ونحترمها حرصا على الأسرة وحتى الدكتور عادل صادق كان كتب كتاب مهم الطلاق ليس حلا لأن الطلاق ليه مشاكله الكتيرة اللي يعني النصر النصر ترتب عليها دمار النصر فإذن يعني الطلاق بيكون هو الأهون الشرين أهون الشرين لساعات الواحد بيتحط في موقف بيكون أهون الشرين دي نقطة مهمة أو أن أنا أقولها لما نيجي نتكلم بقى عن الكنيسة أبغاد الحلال لما نيجي نتكلم عن الكنيسة وفهمها الكنيسة الأرسوزوكسية لما تعاملت مع قضية الزنا الحكمي دا كان فيه نوع من تأويل للنص الديني أنه السيد المسيح ما تكلمش عن الزنا الحكمي كان بيتكلم عن الزنا حتى في الفكر المسيحي الزنا اللي هو مفهوم مختلف سيد المسيح نفسه قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبي يعني حتى مفهوم الزنا عند السيد المسيح مش بس الزنا الفعلي لكن حتى مجرد النظرة الجوارح تزن زنى مجرد النظرة زنى فأنا بتعامل مع المبدأ الروح بتاعت المسيح ككل وبالتالي وبالتالي لما أنا أخذ روح المسيح ككل فيه مفهومه للزنا فيه الكنيسة لما فهمت الزنا الحكمي دي كلها حاجات لابد أن توضع في الاعتبار الحاجة التانية لما بنتكلم عن الزواج المدني أنا شخصيا متافق مع الأستاذ مين أن فعلا إذا كنا بنتكلم عن مصر دولة مدنية فإحنا الحقيقة يعني لكون دولة مدنية دولة مدنية بمعنى يعني لكل المصريين الزواج المدني بالمناسبة مش حاجة إحنا نختراحها معظم دول العالم عندها زواج مدني ما نكنت أسألك في الديانات يعني الغرب يعني مقرر مبدأ التطليق حضرتك حضرتك لما واحد أرثوزوكسي بيروح يتجوز في الغرب بيروح يتجوز زواج مدني لأن ده نظام الدولة إحنا مشكلتنا حضرتك هترد وهتتواصل لا 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 بس هو الحوار كده إحنا مشكلتنا للأسف إحنا في مصر عندنا خلطة بين الدين والمدني دخلين في بعض نقول دولة مدنية ونحط نصوص دينية في التسطور اسمحني أتوقف بس أخذ في عدد من أستاذ المشاهدين عايزين نتواصل أستاذ عادل ملقايرة ومعايا أستاذ ندر السرة في رئيس ربطة أقباط 38 اتصل بنا بس أخذ أستاذ عادل ملقايرة أستاذ عادل تفضل وأسف اتأخرت عليك لا ولا أهم حبيب قالوا أنت أخير سنور لسه بس أنا كنت عايزة أسأل على فكرة إحنا دوقتي عمالين نتكلم على فكرة التقليق والطلاق وفي قدامنا ألاس الحالات قدام المحاكم عايزين يتطلقوا ما فيش هقالة زنا وما فيش أي حاجة فيه استحالة عشرة وده شيء موجود في حياتنا العادية إيه بقى دور الكنيسة هتعمل إيه في استحالة العشرة هل هنحط ده في القرون ولا هنصيبه بالنسبة للأسيس رفعت اللي بيقول آآ زواج مدني وفيش حاجة إسمى جواز مدني هو الجواز ده turbاط من الله دهرباط من الله ما هو يربط بورقة هو اختيار من الله اختيار من الله ما ينفعش إبثيء حاجة في المساحية اسمها زواج مدني زواج مدني ما ينفعش ما فيش حاجة إسمهاquier كده أم اختيار من الله وما جمع الله وما يفارق كه إنسان لكن مع اختلافي مع الأسيس رفعت لكن لازم نشوف مش قادرين يعيشوا مع بعض تعمل ايه اتنين احد الزوجين عقيم ولا يمكن ان اعرف ان زوجتي او انا كزوج عقيم الا بعد الزوج الا اذا انتم بقى حطيتو شرط اعرف الطرف الاخر عقيم او لا وانت تعلم ما معنى كلمة الامومة والابوة يعني هتعمل ايه في قضية زي كده عندك العنة او العجز الجنسي ما دي قضية ايضا تستحيل مع حياة البشر هنا انا بشر انا مش ملاك يعني انا رصدت عدد من الحوارات مع الاصدقاء حتى المسيحيين وحبيت ان انا نقلها عايز حالكوا تسجلوا النقاط دي اتنين حضرتك هتعلق مداخلتك على القصة رفعة بس لازم اخد هبا على التليفون فضالي هبا هبا اتفضالي نور ايوة فضالي هبا ايوة فالنور بسال نور اقولي مداخلتك ايوة فضالي اه انا رفضة خالص الجواز المدني بس اه انا رفضة عدد جواز المدني وبعدين احنا عندنا في المسيحية الهكتير الزيت اه ان ما يجمعها الله لا يفرقون سين نعم وبعدين لو موضوع الطلاق دوت هو الناس بتختار غلط يبقى مليش زند المسيحية هي اللي تتحمل الاختيار الغلط طيب بس اه ابشكرك معي هاني على التليفون مؤسس رابطة منكوبي اه قانون تمانية وتلاتين طب ليه كده باش اتفضل يا استاذ هاني استاذ هاني معي على التليفون مساء الخير اتفضل قول مداخلتك ايوة يا حضرتك دلوقتي في لغة كبير حصل في القانون انا متفق جدا مع كلام الاستيس رفعت في توضيحه للامر بصورة معتادلة وصورة مسيحية حقيقية بالضبط ما فيش نص صريح في الكتاب المقدس بيقولها طلق الى العيلة الزل واقول حاجة صغيرة في الكتاب المقدس وارجم الاستيس رفعت يوضحها مكتوب ان السيد المسيح اما قال للتلاميذ ليس الكل يقبل هذا الكلام الا للذين اعطي لهم وهنا تصريح واضح ان مش كل زوائد جمعها اقول له لان لو واحد النهاردة طمعان في واحدة واقناعها بنفسه وتجوزها وقعها في حبه بعد كده خد فلوسها وقبل اتعاولوها تنلس الكنيسة وصابها وماشي تعمل ايه ما وهنا مفيش دنة تعمل ايه دي حاجة حاجة تانية الليحة تمانية وتلاتين اصدرتها الكنيسة الارتزوكسية وعملت فيها داخلها لغاية سمت خمسة الف تعمية خمسة وخمسين لغاية ما جاء الرئيس عبد الناصر ولغى المحاكم الملية وخد من الكنيسة اللي كانت بتحكم بيه داخلها تحكم بيه الدولة لغاية ما جاء تلافح ليحة الفين وتمانية المشبوهة وازبتها في كنافة ضائية اخرى ان الليحة الفين وتمانية مشبوهة وصدر احكام قضائية بسكتها تمام؟ فيه الاس الحالات مية ستة وتمانية الف حالة بعلقة والرقم ده مثبت في المحاكم طيب معنى كده ان التشريع الله اذا كان نزل تشريع فالخطأ مش في تشريع الله حاشا لله ولكن الخطأ في من يفسر فاذا كان التفسير يقهر الانسان ويضيع دمه ويضيع روحه يجب ان نفكر في الناس دي الله هو الوحيد الذي يملك العدل والرحمة واذا اصطدم المشارع بالعدل او الرحمة فليختار الرحمة لان المسيح قال اريد رحمة لا زريحة شكرا يا فني انا بشكرك هاخد تعليقاتكو بالكامل بس بعد هذا الفصل اشترك خسال اشتركوا في القناة اهو انا هبتدي طبعا بتعلم من القصة رفعة لكن حقول بعض الملاحظات الشديدة مثلا بداية عن العهد القديم العهد القديم ما كانش فيه طلاق دي مفاجأة يمكن البعض ما عرفهاش في صفر ملاخي صحة اثنين بيصف الطلاق ان هو لا يغدر احد بامرأة شبابه لانه يكره الطلاق يكره عيدة على الرب طب عايزين نعرف كلمة يكره يعني ايه هل هي ابغض الحلال مثلا لقينا ان كلمة يكره الحاجات اللي اتقال في الكتاب المقدس ان ربنا بيكرهها فعل النجاسة المتكلم بالكذب رجل الدماء اللي هو سفاك الدماء رجل الغش عبادة الاليها الوسانية حرق البنين والبنات الطلاق فيبقى الطلاق في العهد القديم يتساوى مع كل دول نعم عشان كده كان فيه مدرستين في اليهود بيتكلموا عن الطلاق مدرسة خاصة اسمها مدرسة يليل ومدرسة تانية اسمها الشماي مدرسة الشماي كانت بتقول ان الطلاق لعلة الزنا لانه النص بيقول لو وجد رجل فيه امرأته عيب شيء عيب يعني عري لو دورنا في معنى الكلمة بالعبري عري فكان الطلاق مدرسة الشماي بتقول ان طلاق لعلة الزنا بس وامن بعض اليهود ان هو لا يجوز صلاة الزوجة اذا اصيبت بالجنون او اذا اصيب الزوج بالجنون ما تطلقش لان هو كانوا بيحسوا ان ده كده تكفير عن الزنوب ففكرة الطلاق من العهد القديم كانت قليلة جدا وده السبب اللي خلا ناس تروح للمسيح تقول له نطلق ولا ما نطلقش عشان لو قال اي رأي من رأيين المجموعة التانية تتقلب عليه نيجي بقى الموضوع ان هو لا يوجد نص بانه لا طلاق الا العالة الزنا القصة رفعت كان برا واحنا قبل ما ندخل الحلقة بتكلم معايا على موضوع جميل او ان احنا ما نبقاش حرفيين نحنا ناخد التعليم ناخد روح المسيح وانا وافقه النص اللي موجود في الكتاب المقدس اللي هم بينكلوه بيقول كل من يطلق امرأته يتزوج باخرى يزني ده النص انا هستعمل نفس التعبيرات واقول التالي كل من دفن امرأته الا لعلة الموت فقد قتلها يبقى انا عندي كم حالة ان انا ادفن عليها للزوجة انها تموت بس لما اقول كل من طلق امرأته الا لعلة الزنا جعلها تزني يبقى انا عندي حالة استثنائية واحدة ولو رجعنا الاصل اللوناني في التالت مواضع اللي ذكر فيهم هذا النص في الكتاب المقدس هنلاقي انها طلاق لعلة الزنا فقط فالتعليم الكتابي بيقول كده في تلت مواضع اللي يضيف على كده ان جميع 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 مفسر اولتها تلت مرات الكتاب المقدس من القرن الاول الميلادي لحد النهاردة اروه هذه النصوص في كل اجتباتهم بيقولوا لا طلاق لعلة الزنا النهاردة حاجة اكتشف ان انا عندي كل المفسرين دول غلطانين وهصدق واحد متدايق مع امراته وعايز يطلق وطلق في التلفزيون لشان يقول النص مش موجود اعتقد ان هذا امر اسمح لي بس علشان بس اتدر الحوار الاسئلة لحضراتكم منتو الاثنين الاديان كلها نزلت لراحة البشر يعني وليس يعني لاسعادهم وليس لتعاستهم واحنا كلنا بشر مخلوقين ايا كانت الديانات من روح ومن جسد والجسد لهم مطالب والروح لهم مطالب انا تزوجت لو انت بتقول لي دلوقتي تعال اقول لك الحالات بتاعت الزوج اه كاي اتنين بعيدا عن دياناتهم وارد تحدث استحالة للعشر خلاص بعد عشر سنين انا اكتشفت ان طبعها او طبعي شديد السوق الام او الزوجة اللي عايزة تخلف وجوزها عقيم ازاي احرمها من نزعة او غريزة ربنا سبحانه وتعالى غرزها جواها انها كون ام فازاي تحرم عليها طلب الطلاق من الكنيسة كي تتزوج وتنجل العنة او العجز الجنسي اه دي غريزة عايزني كزوجة اعود طول عمري طبعا انت كده بتحدثني للانحراف يعني ما انت عليك تحليلي كل هزي المشاكل بما انت المفسر للكتاب المقدس ايضا فيما اتعلق بالزنا اه انا زنيت وانا شاب عندي خمسة وعشرين سنة وفقى زوجتي جات الكنيسة وحكمت لها بالطلاق مني وانها تتزوج رجل اخ وانت ترفض ككنيسة ان انت تمنحني حق الزواج واعود من خمسة وعشرين افرق كان عمري ميت سنة تسعين سنة واعود خمسة وستين سنة عامل ايه طب انت كده بتقول لي روح ازني طول عمرك لان انت مدتنيش النص بهذا المنطق انت بتحيل حياة هذا الانسان الى الجحيم يعني ما هو الفعل الذي يرتكبه الانسان يعاقب عليه ستين سنة خاصة لو احنا هنطبق وهنوسع دي على كل البشر كل البشر لازم يروح الجهنم مرة واحدة يعني هاخد تعليقات حضركم انا يعني حب بس ااكد على شوية حاجات يبدو ان الاستاذ نادر فهمني غلطة ومخدش بارو انا مش عاني نعم لا صالحوا بعض وانتوا في الاودة بس انا لما قولت انا عارف كلام انساني انا مقتنع بكلام حضرتك وهارد علي لما قلت ان النص مفيش لا طلاق الا لعلة الزنة لان اقريت النص السيد المسيح قال من طلق امرأته هنا طلاق بالارادة المنفردة فانا اقريت النص المسيح ما قالش لا طلاق الا لعلة الزنة قال من طلق امرأته الا بسبب الزنة هنا على اساس ان فيه شخص بيطلق الحاجة التانية معروف ان التوراة ضد الطلاق وربنا بيكره الطلاق مفيش خلاف على هذا لكن كمان الواقع بيقول أن المسيح قال لهم موسى بسبب قساوة قلوبكم أزن لكم أن الضعف البشري لا كان فيه طلاق بالناس كانت بتطلع لحضرتك قلته كل اللي أنت قلته ده يتطلب مننا أن احنا نرجع نفهم السيد المسيح وروح السيد المسيح السيد المسيح لما تكلم عن موضوع الطلاق والزنا وأن ما ينفعش واحد يطلق مراته لأدفه الأسباب بعض تلاميذه بعض الحواريين قالوا له يعني يبقى على كلامك كده يعني الواحد ما يتجوز فرد عليهم السيد المسيح وقال لهم إيه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة ده كلام الحواريين في متى 19 الأعداد من 10 إلى 12 قال لهم إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوك يبقى الواحد رايح دي ما يتجوز خالص يعني طالما الموضوع كده فرد عليهم السيد المسيح وقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم يعني مش كل الناس هتقبل الكلام ده طبعا وهنا السيد المسيح بيقول إن اللي هيقدر يستحمل واللي هيقدر يعيش مع مراته يقبل بقى اللي حضرتك قلته ده إن كان عناً كان مرض يعني يتحمل من منطلق مبادئ فيها تسامح وغفران يقبل هنا في ناس ربنا يميديهم نعمة خاصة اللي ربنا في حياتهم بيستحمله ويقول لك إيه عشان خاطر الأولاد هستحمل فالسيد المسيح قال إن اللي أنا بقوله ده مش لكل الناس اللي عندهم نعمة خاصة وقدرين يستحمله الكلام ده مبادئ دي ليهم الحاجة التانية من ضمن المبادئ المسيحية المسيح لم يجبر أحداً على اتباعه بالإكرار على الإطلاق لدرجة إن الكتاب المقدس بيذكر لنا موقف في إنجيل وحنى أصحاح 6 إن كان بيتكلم عن قبول الإنسان لربنا في حياته ده يتطلب منه إن يعيش حياة خاصة فبعض الناس يمعوا الكرم وسبوه ومشوا فبعض تلاميذه بيقولوله يعني في ناس بيتك ومشي الإنجيل بيقول من هذا الوقت راجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء مشوا ارتدوا يعني ولم يعودوا يمشون معه فقال للإثنى عشر للتلاميذ اللي معاه الاثنى عشر قال لهم إيه لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تندوا أنا بيش هدار على الشعبية أنا بيش هدار على جماهرية اللي عايز يمشي اللي مش عجبته عليمي اللي مش عجبه مبادي هو حر الكتاب المقدس بيحط لنا آية جميلة ساعات ما بناخدش بالنا منها السابت جوعلة لأجل الإنسان الوصية لأجل الإنسان وبالتالي لما إحنا ناخد روح المسيح دي اللي ما أجبرش حد أن يمشوا وراه وبالمناسبة لم يكلف أحدا لجماعة ولا فرض أنه يجبروا الناس على أنه هم يطبقوا تعليم المسيح بالعافية يعني الطلاق خطيئة والشتيمة خطيئة والكذب خطيئة الكنيسة دورها تعلم الناس دي خطيئة لكن ما ينفعش أن الكنيسة تمشي وراه كل واحد تقوله أنت سرقت همسكك من رئابتك الكنيسة دورها تنويري الطلاق خطيئة خطيئة كسر لشريعة ربنا كسر لشريعة ربنا برضو ما جاوبتني شيء لا بالعكس أنا بعمل معك حوار إنساني المشاهد المسيحي ودي هذه ردود أنا خايف من التضييق 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 أن يخرج هذا المواطن المسيحي في أي مكان في الدنيا خارج كنيساته إحنا مش بنضييق لأ مش مواطن يعني أنا أخشى أنا أريد هذا المواطن متدين أيا كانت دينه لأنه كل التعليم السماوية تعليم سمحاء كويس النهاردة الكنيسة بتقول أنا عندي مبادئ نحترمها كويس وبنقول للناس اللي عايزة تجوز جوه الكنيسة حقه ويحترم خوانينها ومبادئها لكن إفرق بقى في واحد هو مش عجبال مبادئ دي طيب عايزة تجوز جوز مبادئ هو برة الكنيسة بيسرق و برة الكنيسة بيشتم و برة الكنيسة بيحلف و برة الكنيسة متكبر و برة الكنيسة بيروح ينتحر ويشنق نفسه دي خطاية كلها خطاية الكنيسة ما بتروحش تمسك في زمارة رأبت وتقوله تجذبت ليه ترح جهنم هواديك أنا جهنم الكنيسة الكنيسة دي كلها خطاية الكنيسة موقفها تنويري بس عشان كده احنا بنقول الكنيسة لها قوانينها نحترمها ضمير الكنيسة ما حدش يجبرها أنها تخلفه لكن من أراد بكامل إرادته الحرة أنه يتجوز جواز مدني في ظل دولة مدنية ما يجيش يجبر الكنيسة يقول لها طب أنا تجوزت مدني يجوزيني تاني لا الكنيسة تقول له أنا مش أخلف ضمير لكن لو تجوز مدني يرجع الكنيسة ويصلى عليه وولاده يتعمده الكنيسة ليست متحفا للقديسين الكنيسة مستشفى للخطاة الكنيسة جواها بني أدمين مواطنين بيجذبوا متكبرين بيسرقوا بيشتموا الكنيسة بتعالج الناس فأي إنسان كلنا خطاة كلنا محتاجين للتوبة كلنا في كل يوم بنغلط كلنا في كل يوم بنخطئ الكتاب المقدس بيؤكد الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد شخص المسيح هو الشخص الوحيد الذي لم يخطئ بخلاف هذا كل البشر خطاة وكلنا بنغلط طيب هاخد تعليقك بس لازم أخد نادر السرافي رئيس ربطة أقباط 38 لإنه عاود لتصال مرة أخرى بفضل يا أستاذ نادر مساء الخير وبحيي جميع الموجودين في البرنامج الحقيقة بس أنا حاسس إن الحوار ابتدى ياخد شكل زي ما نكون إن إحنا في المناظرة كناسية الفكرة إحنا عايزين نضع حل لمشكلة الأحوال الشخصية من المفترض إن إحنا قدامنا قانون بندور قانون قديم حدنا تجعلنا شوية مشاكل عايزين نحلها في القانون الجديد دلوقتي إحنا الفكرة مش لا طلق إلا لعلك الزنا ولا لأ إحنا لازم نتكلم في حل المشكلة حل المشكلة إننا نفصل ما بين العقد الكلفي والعقد المدني بمعنى آخر أن الكنيسة لها الولاية الكاملة على عقد الزواج لها الحق في أن لا طلق إلا لعلك الزنا لها الحق في أن لا طلق على الإطلاق ولكن في المقابل العقد المدني المملك للدولة يجب أن تشرعه المؤسسات التشريعية في الدولة وفي الحالة دي أما يحصل في مدني لا يوجد إلزام للكنيسة بالزواج الثاني والحل ده إحنا قدمناه مع الأستاذ ميناء أسعد ربطة حمات الإيمان مع أقباط 38 ورفعنا الحال في ده للمجمع المقدس كحل زهبي لا يمكن أي حد يوجد حل آخر للمشكلة التاريخية اللي احنا فيها طب أستاذ الندر مباشرة عن مشروع القانون الجديد أنت موفق عليه ولا معترض لا إحنا رفضينه رفض بيتام رفضينه هو أولا لا يفتح الطلاق لمن تزوج في الكليسة رقم الثاني هو غير موحد لأن فيه بنيت تنطبق على الإنجليين والبنيت تنطبق على الكاتوليك وأكذا المرة ثلاثة النهاردة لا يبيح الزواج إرثوذكسية من إنجلية رقم أربعة لا يروعي النظام العام والمدة الثانية لأن النهاردة المسيح يدفع نفقة بعد التطريق أو التطريق والمسلم لا وده أمر غير دستوري الجواز المدني المفروض برضو ما يتحط شرعين بكلام الأستاذ ميناء الكنيسة المفروض تتعامل لو الدولة هذه هي ملاحظات حضرتك معلش يأخد بس مجدي من أكتوبر اتفضل مجدي بص هقول حضرتك على حاجة أنا بوافق القصة رفعت في كل اللي قاله لازم يبقى فيه حل الموضوع ده هو بيحصل إن دايما بقى فيه فرقة بين الكنين لأسباب ممكن بتبقى خارجة عن قائلة الزنا وبيحصل فيه انفصال في الطرفين لفترة طويلة وبيبقى يوبيش قادرين إن هم ياخدوا حكم طواق أساسا لأن ما فيه زنا وفيه فرقة ده لا شايفها ولا هي شايفها ممكن تبقى أسباب يعني مثلا متعلقة بعدم محبة الوالدين مثلا كثرة العمل حاجات كتير أسباب كتير جدا فإيه الطريقة إن هو يتطلق ولازم يبقى فيه طلاق مدني والكنيسة تبقى مش مجزومة إنها تجوز وهو يتجوز مدني مع واحدة تانية تبقى بحيث إن هو يقدر يكمل حياته لأن هو مش مثلا إيه ممكن واحد يبقى فيه عشر سنين وخمستاشر سنة منفاصيلين عن بعض المشاهدين يقضحك مطلع أنا بشكرك خليني أروح لميناء أسعد أستاذي وعايز أعرف من حرتك أو أنا هتكلم بسرعة بقدر آآ بس ده خليش فيه تفاصيل أو ببساطة شديدة موضوع التفاصيل إن هذا النصر لا تلقى لقالية الزنا مذكور في تلات مواضع بإجماع المفسرين نتكلم فيها بشكل تاني آآ فيه نقطة إن فعلا كنيسة ما بتجبرش الناس إنها تتباحها لكن أنا عارف إن هذا الشخص بيسرق بره أجيبه جوه الكنيسة يقول له أسرق قدامي هل هذا هو المنطق دي نقطة النقطة التانية المسيح بيقول من أراد أن يقبل فليقبل والناس اللي ارتدوا عن الإيمان ما بعدش حد أو ما جبهمش قصرا وغصبا اللي مش عجبه كلام المسيح يسيبه دي قاعدة اللي مش عجبه كلام المسيح يسيبه إحنا عندنا تشريع وهذا التشريع واضح لها فصالة فيه بأي شكل من الأشكال ولو دخلنا في إطار المناظرة الدينية لن يصمد أحد أيا كان أمام الإستدلالات التي ترتكز عليها الكنيسة الأرسوسوسية في هذا الأمر تجاه الزواج والطلاق وبقرارة تانية مناظرة دينية محسومة من قبل ما تبدأ واعتبرت تحدي على الهوى في هذا الأمر لما يجي بقى حق الزواج الخاطئ كلمة طلاق في الكتاب المقدس بترجمتها الحرفية تقني قطع لحم طب واحد قطع لحم هتطلع له دراع جديد واحد قطع دراعه هتطلع له دراع جديد كتاب المقدس وتعبيراته كان دقيق جدا فهختار أن الطلاق قطع لحم ولو قبل أبدية أنه هو ما يتجوز تاني بيبقى معاه أنه هو يقترب من ربنا الحياة كلها مش جسديات كتاب المقدس قال لنا كده وكلمنا على حياة البتولية والطهارة فأنت توب ويرجع لربنا لكن أنت قطعت وعضوا من أعضاءك جسد من جسدك خنت عهد ما احنا قلنا الجواز عهد في وجود الله ما بين الرجل والمرأة لو أنا بمضي عقد مع حد وجيت خنت العقد ده الدنيا هتتقلب علي لو أنا بمضيه مع الحكومة هاخدش السجن بكرة لو أنا بمضيت عقد مع رئيس الجمهورية وخنته ممكن أتضرب بالنار مشي تسيط طبعا يعني أموما فما بالك بقى أن أنا بعمل عقد في وجود الله وخونه أنا واضح إيه فحسب تعليم الكتاب المقدس بيقول أن هذا العهد لا يجدد مرة أخرى العقم تعالي السبب زي العقم لأسئلة بقى لحدك بتسألها نحن نؤمن تماما الكتاب المقدس بيقول لنا أن البلون ميرس من الرب الخلفة مهما كانوا السلام بتاعت مين بتاعت ربنا حالات عقم موجودة في الكتاب المقدس الله مد يده وتدخل ليرزقهم أولاد أنا مش هخلف غزبا عن ربنا العقيم بإرادة الله في سر الزيجة بوجود الله اللي موجود قادر أنه يالد والقادر على الولادة ممكن ربنا ما يبعتلوش خالص فده موضوع العقم موضوع العقز الجنسي لو كان قبل الزواج وكان فيه نوع من أنواع تدليسة دي اسمها بطلان العقد إن حد دحك على التاني وتزواجه واتضح أنه هو مصاب وكان يعلم بالإصابة تعالي لإستحالة العشرة هدقي اتكلمت كلام جميل قوي أن المسيحيات دين المحبة والمحبة لها أصولي والكتاب المقدس يضع أصول التعامل بين الرجل والمرأة حتى تنتهي إستحالة العشرة فأنا ما جيش أنه نقول أنا عايز أطلق لأنه نبدأ منه وأنا ما نفسش وصية المحبة وأنا ما نفسش وصية التسلط وصايا الكتاب بتصبه في النهاية إنه إنه تبعت تلغي إستحالة العشرة لوما مش قادرين خالص الكتاب المقدس بيقول لنا من أرادت أن تفارق فلتفارق ولكن لا تتزود مرة أخرى ليه؟ لأن في عهد عهد موجود ما بين الرجل والمرأة صاروا جسد واحد في وجود الله القصة رفعت بيقول إحنا في دولة مدنية ولا دولة دينية إحنا دولة مدنية لكن أنا عندي الجامع اللي الناس بتصلي فيه خمس فروط أنا دولة مدنية لكن عندي الكنيسة اللي بروحها ساعة الأداس وأطلع إحنا دولة مدنية لكن بنحتفل برمضان مع بعض وننتظر ضرب المدفع إحنا دولة مدنية نحترم معتقدات الآخر سواء المسيح أو المسلم ألاقي كتاب الآخر المقدس أيا كان كان إنجيل أو قرآن أحترمه إحنا دولة مدنية ولكن بطابع ديني مش هقول دولة متدينة أو شاء متدين ولكن المقدسات لها أصولها كون أن أنا أصر على تطبيق أن الناس يصوموا رمضان وابقوا معمم وماشي الجوين ده رمضان ده مش معنا أننا دولة دينية أنا دولة مدنية عندما أقول أحتكم لشريعتي في الزواج والطلاق أنا دولة مدنية أؤمن بشريعتي حسب المدى الثلاثة أخذ معي على التليفون الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاسوليكية مساء الخير السائل فول إزاي حضرتك الله يخليك عاوز أعرف من حضرتك موقفكم أو موقف الكنيسة الكاسوليكية من مشروع قانون الموحد للأحوال الشخصية المسائية أولا يعني أنا بقاني نص ساعة مستاني أن حد يدخلني أو إحنا اتصلنا على طول أولا أولا حاول أحضرتك حاجة أنت الغد دلوقتي ما احتراني من حضرتك والجالسين معاك ما فتحتوش الورق بتاع القانون أنت حبيبك بتسأل على الأسباب أنتوا كلكم مركزين على الزنا لا الزواج والطلاق ما أبص أحوال شخصية عن زواج والطلاق حبيبي الورق بتاعك اللي قدامك افتح القانون رقم مادة ثلاثين هتلاقي فيه عشر أسباب لبطلان الزواج نعم وبعدين فيه فرق ما بين بطلان الزواج والطلاق نعم الطلاق هو مشكلة أو واحد صحن الملوخية مع جبوش الملح كان قليل يطلق ده طلاق لكن فيه حاجة يصنع بطلان زواج بطلان زواج يعني أن الزواج تم من الأصل خطأ ومنها الحاجة أنت بسأل عن لو حد مثلا مش قادر يخلف مش عايز يخلف يبطل الزواج لو حضرتك قريت في المبدأ ثلاثين هتلاقي فيه عشر أسباب اللي موجودة فيه الورق نعم نعم قدام لكن حقيقة هقولك أولا مشروع القانون فيه حاجات احنا رضينا منها طبعا الزواج المدني إذا الدولة عايز تعمل زواج مدني تعمله خارق قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين دي بقى زواج مدني لكل لكن إنه دخوله داخل الأحوال الشخصية المسيحيين كأنه بتطالب الكنيسة أنها بشكل تضامني توافق عليه لا أمش حنوافق عفوا بس من اللي عمل مشروع القانون مش المسيحيين نعم دا مش دا جاي من العدلة الانتقالية حضرتك نعم ف دي دي نقطة أولى النقطة التانية إنه فيه بعض أسباب يعني حديك مفاجأة تانية في بعض أسباب لبطلان الزواج موجود عند الكاتوليك مش موجود لسه في مشروع القانون اللي متقدم دلوقتي يعني عشان كده فيه سرق بين الطلق وبطلان الزواج وده النقطة اللي انت عمين تلف والدور عليها وهي دي النقطة اللي كانت نقص الطلق شيء وبطلان الزواج شيء ففيه نقاط كثيرة من لحظة كنت بتعرضها تدخل ندرك فيه بطلان الزواج مش في الطلق في الدور حاجتين مختلفين تماما والأمنيتي كمان انه احنا لسه في مشروع قانون يعني نعم يعني لسه هنتكلم كتير وانه وانه راجع كتير وبكرة فيه اجتماع بين الكنيس عشان خاطر تراجعه ولسه هيروح العدلة الانتقالية يعني 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 بالنسبة لحضرتك بس اقول لي ايه هو الوقت المطلوب لمناقشة هذا القانون واقراره بشكل نائي نازم ندي وقت نازم ندي وقت انه انه يندك وانه الكل كان يستحط ملاحظات عليها وانه مع الوزارة المشكورة اللي هي مهتمة جدا بهذا المشروع انه يتم قراته وتداوله ويتاخد الملاحظات ويتحط ندي وقت انه الموضوع يندك الموضوع لسه غير ناضج طيب انا بشكر حضرتك الاب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية ربما لدي وقت البرنامج هاخد في 30 ثانية من كل وعد كلمة اخيرة انا بس عايز اقول ان الزنا الحكم اللي حطته الكنيسة الارثوذكسية المسيح لم يتحدث عنه لكن الكنيسة اجتهدت وفسرت النص وحطت زنا حكمي لو فيه اوراق فهنا الكنيسة اجتهدت نعم فهنا القصة مش خصة حرفية لا فيه ناس بتشغل مخها نعم هاللايحة 38 اللي الكنيسة الارثوذكسية كانت ماشية بيها هل كانت بعيدة عن الكتاب المقدس وبعيدة عن الانجيل طبعا ده كلام صعب ان احنا نقوله لكن كان فيه اجتهاد الدولة المدنية انا مش بقصد ان ما فيهاش جوامع ومفيهاش كنايس ما اوروبا فيها جوامع وكنيسة الناس بتصلي لكن الدولة المدنية معناها ان الدولة النظام الحاكم ليس لها دين الدولة بتتعامل بحياة تجاه جميع مواطنيها ادي معنى الدولة المدنية لكن الناس تصلي واستزمينة تروح الجامعة وتروح الكنيسة بس المهم اخلاقها كمان تبقى تروح كبري الدولة الدينية معناها ان الدولة ليس لها دين ولكن انا من حقيقة مواطن انا اكون ليا دين وانفذ التفاصيل بتاعها الدولة بس شخصية اعتبارية الزنا الحكمي المسيح اللي متحدث عنه لكنه موجود في الكتاب المقدس بصريح النصوص مش هدخل فيه عشان خاطر الوقت لايحة 38 لم توافق عليها الكنيسة باي حال من الاحوال خمس بطاركة عرضوا هذه اللايحة البابا شنودة طبعا موقفه معروف قدسة البابا توادروس علق عليها باكتر من شك بابا كيرولوس السادس يدعي البعض ان هو وافق لايحة 38 رغم انه ارسل مذكرات 3 مرات لوزير العدل يرفض فيها اللايحة وقابلوا البابا يوساب وقابلوا البابا ماكاليوس فهناك مغلطة لايحة 38 مرفوضة كنسية انا بشكر حضراتكم والمؤكد ان الحوار ينبغى ان يزل مستمرا لمناقشة مساودة او مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحدة للاطباط واللي ظهر حتى هذه اللحظة ان في اختلاف في وجهات النظر بين الكنائس الثلاث انا بشكر حضرتك مدرس اللاهوتي الدفاع بمعه الدراسات الكتاب المقدس بشكر حضرتك بشكر القص رفعت فكري رئيس مجلس الاعلام والنشر بالكنيسة الانجلي بعد الفاصل الفكرة الطبية اليومية هنناقش فيها السكر عند الاطفال شاف الله كل مريض سكر الاطفال واحد من الامراض الشائعة اللي بتواجه عذب كبير من الاطفال حول العالم المرض اللي بيجي نتيجة وجود خلل في البنك الرياضي المرض ده بتبان اعراضه على الطفل المريض عن طريق الشعور الدائم بالعطش والجوع والاحساس الدائم بالاجهاد ونقص الوز والعلاج الافضل للمرض ده بجانب حقن الانسولين ومارسة التمارين الرياضية باستمرار الززاء الصحي وتحديدا الفكهة والخضروات والاسماك وبكده نقدر نواجه المرض اللي بيمثل مشكلة كبيرة عند نسبة كبيرة من الاصر اللي عندها اطفال جمعتنا الفقرة الطبية اليومية اللي بتشرفني فيها النهاردة دكتورة مونة السماحي استاذ طب الاطفال رئيس وحدة السكر بجمعة عين شمس والفقرة المتاحة امام حضراتكم للتواصل عبر التليفون كالمعتاد انا برحب بضيفتي الكريمة دكتورة مونة السماحي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك عايزة اعرف الاول ازاي بيأثر مرض السكر على حياة الطفل حتى سن يعني الرجد يعني خاصة لما يصبي وهو لسه في بواكير طفوله هو الحقيقة مرض السكر يعني بيأثر مش على الطفل او على الشخص هو بيأثر على الاسرة كلها على الاسرة كلها لان هو عادة احنا نقول سكر اطفال فممكن يزهل في سن صغير جدا عادة دي بتبقى اسرة شابة لسه متجاوزين حديثا وده اول ابن ليهم مثلا عمره ثلاث سنين وقصيبة بالسكر فلك حقيقة ان تعرف الشباب دول الاب والام الصغيرين دول هيبدأوا يواجهوا هذه المشكلة ازاي كبداية بداية التشخيص تبقى دايما بدخول مستشفى طبعا بتبقى صدمة رهيبة في البداية فاحنا بنحاول من الاول من البداية عند حدوث المرض ان احنا نحتوي هذه الاسرة ونفهم طبيعة هذا المرض او هذه الحالة وكيفية التعامل معهم بحيث ان احنا ما نصلش الى اثار سلبية دايما حضرتك فكرة التنييز ان انت مختلف ان انت محتاج رعاية خاصة دي حاجة مؤزية جدا للكل اه مؤزية نفسية للطفل جدا للطفل وللأسرة بطا فالتدريب العام لما احنا بنضرب هؤلاء الاطفال ازاي يتعاملوا مع هذه الحالة والأسرة ازاي انها تتقبلها عشان تقدر تتعايش بصورة يبقى عندها الرضا نفسي لقبول هذا الواضح طبعا عفوا سكر الطفل ازاي سكر الكبير اه مختلفين شوية هو برضو اختلال في عمل البنكرياس اختلال بس بطريقة مختلفة الطفل اللي بيحصل ان هذا الطفل عنده استعداد لتكسير خلايا البنكرياس المفروزة للانسولين فبالتالي بيحتاج للحقن بالانسولين على طول من البداية يوميا ياخد حقنة يوميا بياخد اكتر من حقنة اكتر من حقنة اكتر من حقنة توصل لكام ممكن اربع حقن في اليوم احنا عندنا نسب للاصابة في مصر هو السكر في مصر عموما هو خمسة وسبعين مليون خمسة وسبعين مليون شخص مصري عن دور سكر ده كده كبداية انا اسف عايز اقول تعبير بلد التكريمي جد خمسة وسبعين مليون عدد مش احنا نتكلم مثلا عشة في المية عشين في المية من عدد سكر يعني عدد عدد انت تتكلم مصقهم كبير حضرت المتأسفة خمسة وسبعين على مستوى العالم على مستوى العالم على مستوى العالم احنا عشرة مليون مصري عشرة مليون مصري مريد بمرض سكر ممكن يكون عشرة مليون بالضبط كده انما احنا بالنسبة لنا كأطفال النسبة عندنا بتعدي الواحد في الالف وهي نسبة كبير عالميا تعتبر النسبة عالية طبعا احنا من البلاد اللي هي ترتبنا متقدم في الاصابة بالسكر يعني يعني احنا الدولة رقم 9 على مستوى العالم في الاصابة بمرض السكر بمرض السكر والاطفال الاطفال احنا النسبة بالنسبة لنا اللي نقدر نقوله ان احنا واحد في الالف يعني ايه واحد في الالف يعني ما فيش مدرسة ما فيهاش طفل مصاب بالسكر ده الشرح العام المفهوم العام عندنا كمصريين ان في شخص مصاب بالسكر اما وزنه زائت او زعل او ابوه امه كان عندهم سكر طب طفل بقى الطفل لسه مولود او بياله بفترة بسيطة نحيف او ابوه امه كان عندهم سكر ما زعلش جالوا السكر ازاي الاطفال الصغيرين او السكر من النوع الاول ما بيشتريتش ابدا وجود البدانة وما بيبقاش فيه عامل وراسي ما فيش الكلام ده ده بيبقى خلل في الجهاز المناعي مع استعداد جيني لهذا الطفل للاصابة فبتبص تلاقيه الاسها ما يعرفوش السكر ده خالص ما عندهمش هزا المرض نهائيا والطفل وزنه كويس وما عندوش اي مشكلة ده السكر من النوع الاول السكر اللي من النوع التاني ده اللي بيجي في كبار السن ده بيبقى الناس عندها بدانة وبيبقى نسبة التوريس فيها عالية جدا للأسف هذه نوعية من الاصابة اللي هو سكر من النوع التاني ما كناش بنشوفها في سن الاطفال كنا بنشوفها عند السن الكبير بدأت تظهر لنا في سن المواهكين اللي هم من اول عشرة الى حداشر سنة افتكري حضرتك بسبب العادات الغذائية الحديثة دي اللي ما بنشي حديثة اللي بقى لعي 20 سنة دي ممكن تؤدي الاصابة بالسكر تمام تمام طبعا هي البدانة ده وباقى يتلي على طور الاصابة بالسكر من النعتن طب انا هتوقف عشان اخد اتسال تليفوني محمد من مديد ناصر اتفضل او استاذ محمد استاذ محمد مساء النور اتفضل والله انا عايز افعل الاول ايه الاعراب ايه الاعراب اللي تبين ان يكون الطفل عنده سكر ولا ده اول حاجة اه تاني حاجة هل اه الطفل ده بعمل وراس يعني يبقى الطفل نفسه بسنة مذكر بيبقى عنده مرض سكراني شو ترهم اه 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 الجزء الاولاني كاعراض هو الطفل بيبقى شاعر باجهات بيشرب ماء كتير جدا بيدخل الحمام كتير جدا بيبقى هزلان او بيفقد وزن برغم ان هو بيأكل دي اعراض عامة في بعض اعراض تانية تبقى غريبة يعني طفل كان بيروح المجرسة وبيتحكم في البول بالليل يبدأ ما يتحكمش في البول بالليل ده عراض تاني طب عفوا عرض واحدة توقف امامه ولا لازم مجموعة اعراض اه لا هو ممكن تبقى مجموعة اعراض بس عادة لا نتوقف على عرض يتكرر اي عرض يتكرر يبقى فيه مشكلة التباول اللا ارادي بيصيب عدد كبير من اطفالنا اه بدأ يدخل مدرسة عند سنة ست سنين نقوم احنا نيجي نقول ايه ده الطفل اصوله متضايق ان هو راح المدرسة او الطفل بيزعلوه في المدرسة قبل ما اقول ان هم بيزعلوه اعمل تحليل بول ممكن اوي اكتشف بالسكر البنات بيجي لها بعض الالتهابات التهابات كتيرة ومش رضي يتخف ده برضو عرض من الاعراض انما الاعراض العامة ان هو التبول الكتير شرب المية الكتير الاجهاد وفقدان الوزن طب هل يمكن للاطفال المصابين بمرضة السكر انهم يستخدموا اقراص قديلا عن الانسولين اولا لا حضرتك ده غير مسموح نهائيا ليه الاطفال زي ما اتفقنا اغلب اغلب الاطفال بنيلقى سكرهم من النوع الاول اللي لازم فيه النوع الاول اللي طبيعة المرض او المرض حصل ليه حصل نتيجة تكسير خلايا الفانكرياس فانا ما عنديش انسولين خلاص فلازم يبقى العلاج ان انا ادي الحاجة لنقصة اللي هي الانسولين الاقراص دي بنيديها في القبار اللي هم عندهم انسولين بس بسمهم بيقوموا فبدي يدوى احسن حساسية الانسولين هعتبر ان فيه عندي طفل اصيب بسكر من النوع التاني وارد وارد ان ده يحصل في البدانة اطفال يعني عشر سنين ووزنوا سبعين كيلو ولا ثمانين كيلو ده كتير جدا فالولاد دول كان زمان كانوا بيفكروا ان هما يبدأوا لهم بالاقراص انما حديثا لأ اتوجد ان هو برضو هذا الطفل عشان احافظ عليه من البداية دول مضاعفات لازم ندي الانسولين من الاول طيب ازاي احذر انا كامة وكاب حتى لا يصب ابني بمرض السكر يعني حريك كلمتي في الواقع الواقع وقعت طيب مكلمين على الوقاية النوع الاول من الصعب جدا الوقاية منه لانه حاجات اغلبها مش في ادينا زي مثلا الاستعداد الجيني او المناعة الذاتية الخطأ فيه حاجة في الجهاز المناعي فدي حاجة صعب ان انا يعني اخلص منها انما فيه اسباب تانية ممكن تساعد زي ايه زي الالتهاب بالفيروسات عشان كده لو كنت عايزة احمي اطفالي يبقى مهم جدا ان انا اعمل تطعيم كامل كل التطعيمات اللي تتقال للاطفال لابد ان هما ياخدوها من الحاجات التانية المهمة جدا للوقاية برضو ان اهتم بفيتامين دال الفيتامين دال ده من الفيتامينات اللي ازهرت قوة واهمية بالغة في الفترة الاخيرة كنا ان احنا بندي احتياجهم من فيتامين دال وبنعرضهم للشمس وبندمهم الاكل الصحي اللي هو بيحتوي على هذا الفيتامين برضو بيرفع لي المناعة مش عايزين عدوة زيادة يعني بقدر الامكان هي اللي زود الاصابة بالنوع الاول هي فكرة العدوة فزي ما اتفقنا التطعمات دي الحاجة اللي في ادينا الحاجة الاخيرة اللي هي الرضاع الطبيعي وتطويل فترة الرضاع الطبيعي احنا لما بنبدأ نرضع صناعي بدري ونستعجل ده برضو ممكن يكون مسبب للسكر من النوع الاول ده بالنسبة للنوع الاول النوع التاني اللي هو بدأ يصيب اطفالنا عند مراحل البلوغ اللي هي سن عشر سنين اللي هو طفلة لسه دي بتيجي من البدانة اي اب او ام عندهم سكر ووزنهم زيادة ياخدوا بالهم على اطفاله طيب حان اتوقش اخد بس محمد من بابة اتفضل للساس بعم مساء الكيري والساس محمد مساء النور كنت عايز اسأل الدكتورة بنتي بتعمل بتتبول حوالي مرتين في الساعة او مرة كل ساعة مرتين كل ساعة ومصر عندها كم سنة؟ عندها سنتين الحاجة المهمة حللنا لها سكر اللي هو بالجهاز اول مرة كانت شربة اه مياه جزية فكان النتيجة مية سبعة وسبعين بعدها بساعتين النتيجة كانت مية ثمانية وعشرين طيب معها حوالي ثمان ساعات فبقت النتيجة ستة وتسعين هل ممكن اكون عشاكت في سكر او في اي حاجة من دي؟ اه احنا عشان نحدد سكر القراءة عندنا الفيصل صايم مية ستة وعشرين او اكتر من مية ستة وعشرين لو هي صايمة الحاجة التانية القراءة فوق متين حضرتك الارقام اللي قلتها ما جبت ليش اي رقم من دول لما صاومتها تمن ساعات القراءة طلعت تسعين وبعد الاكل بقت مية ثمانية وعشرين فاحنا بعيد عن الموضوع الموضوع مفروض سكر حضرتك ما تقلقش عبير مدينة ناصر بالذات يبقى لازم اخد بالي كويس جدا ده عنده قابلية ان هو ممكن يجيله الطفل ده لازم احافظ عليه حضرتك بطلش الرياضة ليه ده تسع سنين ده لسه بدر جدا لازم نرجع نلعب الرياضة بتاعتنا تاني وبقدر الامكان نحاول ان احنا نوضى باكلنا علشان طبعا الحالة دي بالذات فيها خطورة ممكن اوي ان يحصل اصابة فبقدر الامكان نحاول نحميه يعني هل يمكن لاطفالنا المصابين بالسكر ياخدوا سكر الفراكتوز سكر الفواك المحلق احنا بنحبش اوي هذه النوية من السكريات لان هو كله بتحول الى سكر في الدم فبدل ما بعلمه او احط له علامة ان هو انت انا بتدوري حالتك عالجانب النفسي الجانب النفسي وفي نفس الوقت الجانب العادي انا كانسان طبيعي كل ما بعيش طبيعي زي زي اخواتي زي اهلي زي كده ده اسهل اسهل من ان انا تبقى لي حكتي الخاصة الولاد ما بيحسبوش نقاطها بيقولك ده سكر فراكتوز يعني ما بيعملش حاجة فبياخدوا منه بكميات مش مظبوطة وفي نفس الوقت لو الطفل جاء له هبوط وجيه خد من هذه الانواع من السكريات ممكن ما ترفع ليش السكر بالنسبة مظبوطة عشان كده احنا ما بننصحش بيها احنا بناخد السكر العادي بتاعنا بس ما بنديش كميات كبيرة يعني بدل ما حط ثلاث معالق سكر في كباية الشاي كفاية اوي معالقة واحدة طب احنا كاولياء امور ممكن نتابع الحالة مع اولادنا داخل البيت الجانب النفسي او الاهتمام بس الطفل المصاب بالسكر ورايح المدرسة ده نعمل معا ايه؟ هاخد بس محمد من اكتوبر اتفضل او سيد محمد مساء الخير اسم محمد اهلا مساء النور اه مكان بس عندي سؤال للدكتورة اه انا اولاد اخويا بس اه والدتهم عندها السكر وهم لسه صغيرين وعملنا تحليل اه لغاية دلوقتي الحمد لله ما فيش اي اه اي بوادر ان هم عندهم سكر او حاجة اعوز اعرف بس ازاي بقى فيه قاية اكتر اه انه الولاد ما يديهمش اصابة سكر عشان عارف ان هو بالوراسة او كده ما كده له بقى ي asks ايش هاه eve they act like cold اه هي الملينة وزنيها سكر من النوع التاني يعني او سكر واخدoud اي أصغيرة من نوع الاول اه لا واخدوها اسغيرة من النوع الاول يعني يعني بتاخد انسلين اقصد اي خاندم بتاخد انسلين اه بتاخد انسلين اعادة الاصابة بالنسبة الناس اليها جالها سكر من النوع الاول بالنسبة لولادهم بتبقى أقل كتير جدا من الإصابة من السكر من نوع التالي فحضرتك اطمئن عموما إن إن شاء الله النسبة قليلة جدا ممكن قوي إنها ما تجيش من أساسه بس عموما زي أي حد عادي إحنا بنحاول إن إحنا برضو نمارس الرياضة على قد ما نقدر ونأكل أكل متوازن بحيث إن إحنا نحافظ على نفسنا من البدانة بس ده من نسبة لنوع التالي بالنسبة للحالة بتاعت حضرتك بالذات دي ما فيهاش إن شاء الله مشكلة وممكن ما يحصلش إصابة أو حاجة هرجع مع حضرتك للجزء الخاص بالطفل المصاب بالسكر هيتم التعامل معه إزاي في المدرسة وإحنا بنخاف من إن بقيت زميله يبدأوا يعيرون تعرف الأطفال يعني ثم ما المطلوب من المدرسة أو المدرس يخلوا بالهم إزاي وهل هنا مفروض أنا كولية أمر أقول للمدرسين إن إبني عنده سكر عشان يتعاملوا معه بطريقة معينة هو مهم جدا طبعا إنه يبقى فيه شخص في المدرسة عارف يعني فيه بعض الأسر بتقولك لا أنا مش عايزة الناس تعرف هو ده مش كويس يعني هو مفروض أن الناس تعرف بس لا برضو يعني من حقه إنه هو يعمل هو عايزه إنما على الأقل يبقى فيه شخص واحد في المدرسة وليكن مثلا المدرس المسؤول الطبيب المدرسة أي حد أي حد يبقى عارف بحيث إن الطفل لو احتاج حاجة يقدر إنه هو يتدخل لأنقاصه دور المدرسة مهم جدا بالنسبة لنا بالنسبة للولادة إحنا كل المطلوب كحقوق لحقوق هؤلاء الأطفال إنه طوالاته بسيطة جدا والمدرسة مش عليها أي جهد في التعامل معه كل المطلوب إن الطفل ده لو يحتاج يروح الحمام في الفصل لو سمحتم اسمحوله إنه هو يروح الحمام لو حس إنه هو هبطان وقال ممكن أكل الصندويش نسمح له إنه هو يأكل الصندويش لو المدرسة بتوزع بسكوت على كل الولاد لو سمحتم وزعه على الطفل بسكوت زيه زي الولاد ما فيش أي نوع من التفريق لو الولد غلط وحيتعاقب الفصل هو برضو يتعاقب معاهم زيه لو في حسة ألعاب الولد يلعب معاهم حسة ألعاب ما فيش مشكلة ما عندناش أي نوع من المشاكل مهم جدا إنه إحنا برضو نفهم الأولاد الصغيرين يعني إنه إحنا نوعيهم إنه ده زملكم لو جات الفرصة وإنه إحنا نقبل بعض طفل السكر ده طفل طبيعي أبيحتاجش أي رعاية غير الإنسلين اللي هو بياخده في البيت ناخد سمير من المعنسين يتفضل الأستاذ سمير الأستاذ خير يا فندم سأل نور ممكن أكلم الدكتورة؟ تفضل مش ده الوضع خالص الوضع إن ده زي ما اتفقنا من الأول المرض عبارة عن خلل مناعي وخلل جيني فما بيقدرش يتعامل مع يعني بس في المقابل ما نقولش للأطفال يعني كنوا براحل مش معنى كده مش معنى كده يعني دي حاجة ودي حاجة مش معنى كده إن أنا أسمح للولاد إنه هم يأكلوا سكريات زيادة متواصل لأن ده بيجهد البانكرياس للناس الطبيعية يعني ممكن أوي إن أنا لو أنا عندي استعداد سكر من النوع التاني آه ممكن ساعتها آآ ضايا يحصل مهم أوي إن أنا أعلم ولاجي من الأول حتى لو أنا عارف إن أنا إحنا ما عندناش السكر ومش هيجلنا سكر مهم أوي إن أنا ما خدش كل مصادر الطاقة بتاعتي من حاجات سكريات نور بن كفر الشيخ أتفضل ألو أيوة تفضل أرامو عليكم سعات الله أرامو عليكم أرامو عليكم أرامو عليكم أرامو عليكم أرامو عليكم اللهم أمين يابا لو أنا عنده استطاع بس للدكتورة تفضل أنا ابني عنده 11 سنة أهو دي عنده داخل على العشرية وإنته دي اتفاجة لجيت عنده سكر عالي أول لجيته بيدخل حمام بسفر مستمر كده وخاف آآ تمام فتاديت فاديت أنا روح حلله اللي جيت سكر وفر خلق فالجاب العشوائي دي خالص فالدكتور جالك روح حلله تاني إذا روح حللت له لجيته عنده 350 مرة واحدة أول مرة دي تمام آآ فالدكتور جيبت فالسفوية تبقى حاجة غريبة ددا يعني بعد عشر تيام من العلاد فبطا دي عنده السكر نازل لستة وتمانين أثائر لمية وتلاتين فاتر تمام فأتقريت إن أنا قلتولي تابخيص اللي بجرعة اللي كاتب له السفحة 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 والدهر السفحة فتاديت قلتولي تابخيص الجرعة اللي بتاع السفحة بتاع الدهور تابخيص الجرعة فبالسفحة طب ماشي التكرد على يومين على هذا ببقى ديه بنفس الستايل بتاعه وفاجئة ببقى لجيته فالسفحة انت عرّب يعني لبقى باكس لبقى تحتاني سفتين ومثان وغاية طب خليك معايا في أسئلة لحضرتك عايزة السفحة لا يعني هو بيحكي هل ممكن ده يجي عن عدوة من وحدة مريضة كل من دها حاجة السماعة الأخيرة بقول لسفحة ممكن ان السكر بيتنجي العدوة لا 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 مفيش العدوة وحضرتك اللي بتشرحه ده هو ده الحالة الطبيعية للسكر في الأول مع بداية التشخيص بنحتاج لجرعات عالية وبعد كده بندخل في مرحلة اسمها مرحلة شهر العسل البانكرياس بيبقى فيه موجود لسه شوية انسولين بيطلعه فبيخلي احتياجي للانسولين يقل اللي حضرتك بتشرحه بالظبط يبدأ السكر يبدأ يقل تاني واحنا بنقلل الجرعات فعلا فيه شهر العسل ده او فيه مرحلة شهر العسل بس زي ما احنا عارفين ان شهر العسل ده مرحلة في العمر بتيجي شوية وبتخلص وتاخد الوقت اللي تاخده فحضرتك بنستمر على التحاليل بنستمر على الانسولين بنقلل الجرعة حقيقي انما في اي مرحلة ممكن السكر يعلى تاني برجع على الانسولين تاني فده وضع طبيعي مش غريب يعني حقيقي اللي بتقوله ده دي حاجة طبيعية والولد كويس وان شاء الله حيبقى كويس خاطص مستاذ عمد من الاليوبية مساء الخرق السيد محمد مساء النور من فضلك انا كنت عادي اتأل الدكتورة اه انا اه المدام عندي من قدر خفة من السكر انا بتخاف تدي الطفل اللي هو ابني اه اي جرعات سكر هو عنده اربع شهور ونص دلوقت نعم هل ممكن هو ياخد اي حاجة فيها سكريات ولا ممكن ده يبقى بعد خاطرة معينة بعد ست شهور او اكثر اه اربع شهور ونص ده ما ياخدش حاجة غير لبن الام ده كده كبداية وعندها الف حق في اللي هي بتعمله انها ما بتديش اي حاجة غير لبن الام لغاية قريب قوي كان الكلام بيتقال لمدة ست شهور ما ندخلش اي حاجة غريبة او جديدة غير لبن الام حاليا بيدرسوا انه هو يخلوها لمدة سنة وده يبقى تعذيب للامهات يعني انه هو عايز يقعد هسانة كاملة ما يديش اكلات من بره انما خلينا في الوسط قبل ست شهور ما بنديش اي اكلة خارجية بعد ست شهور نبدأ ندي الخضار ده ده الوصفة الاولى يعني سريلاك والحاجات دي كل ده بعد ست شهور خالد مدينة ناصر اه يا فاني اتفضل حضرتك سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم بعد ازم حضرتك كان رئيسة العامة احنا كنا سمعين اعيدكم مؤتمر ان فيها علاج عن طريق الخلال الجزائي احنا بشوف ماذا صحة الكلام ده وهل ممكن ندخل ولادنا عميل حزاب ده ولا لا اه الخلايا الجزائية دي عبارة عن هو بياخد خلايا من نفس الطفل يحولها الى خلايا مفرزة للانسولين ويرجع يحقنها فيه تاني خلاص؟ انما احنا اتفقنا من الاول ان السبب في المرض هو اضطراب في الجهاز المناعي فالخلايا اللي هي مزروعة تاني بترجع تتكسر تاني فبالتالي بالتالي خلايا جزائية على ولادنا حاليا لو سمحتم ما تعملوهاش وما تفكروش فيها الابحاث فيها لا تتوقف ولا تنتهي انما احنا عرضة احنا نعمل هذه العملية باي شكل وبعد مرحلة ترجع لخلايا تتكسر تاني فانا مش هعرض ولادنا في هذه المرحلة لان احنا نعمل هذه التجربة لما التجرب تثبت ان الكلام ده هيبقى ناجح وان هو يتعمم على البشر وان يبقى كل حاجة من خلال البرنامج مساء الخير هيبقى اول حد بيعلن هذا الكلام لغاية دلوقتي احنا بناخد علاجنا بالانسولين هو ده علاجنا الصح حشان نحافظ على ولادنا طيب معايا هيبقى مدينة ناصر اتفضالي هيبقى ايوة اه لو سمعت انا كنت عايزة كلمة الدكتورة اتفضالي اتفضالي وفيلي تلفزيون بس اه طيب مي سوري معلش اه ايا دكتورة اتفضالي حبيبش اهلنا سهل اه لا شاهدت دكتورة انا ابني من شهرين للفكر بتاعه واكتشفت بهم ان هو يعني الفكر عالي لربعمائة وعشرين كان فجأة ايوة وعمالتنا تراكمي وكده طلع النزة بتاعتي ستة وتناتة من عشرة ايوة اه ودناتلي هو ان عالدكتورة بتاعتي وقفت له الانسلين هو بيخدش انسلين ايوة وبياكن كويس يعني بيكون ماشي طبيعي بس انا طبعا عم بكنترول بس مش كنترول اوي يعني هو بيكون شكواتة بيكون حلويات فاله هو بقف له على طول فدايما يعني السكر بتاعه بعمائة وعشرين مائة وثلاثين بقعت كتير اوي ببعا تسعين اه فهو كده اه يعني كده كويس مش هيحتاج انسلين ان شاء الله ربنا سهل يعني هو ممكن يكون المرحلة اللي عالي فيها السكر دي كان هو عيان ساعتها او كان عيان حاجة زيادة فعشان كده السكر عالي فيه مرحلة كانت مؤقتة ونزلت او ممكن تبقى حالة تانية ممكن يبقى نوع من شهر العسل القوي اللي هو بيخليه ان هو مش بحتاج انسلين خالص وبعد فترة يرجع تاني عشان كده دكتورة حضرتك نصحتك بايه بان انت بتعملي التحليل على طول يعني انت تبعيه في التحليل لو هي كان حاجة عرضية او مش هترجع تاني انما لو هو سكر يبقى احنا ما ما خسرناش التدخل المبكر في الوقت المناسب اه تصال تلفوني منار من المنصورة اتفضلي منار اتفضلي وعلي صوتك طيب ما ساخت اذا سمعتها دكتورة انا حامل ذلواتي يعني يعني في الزيت الخير وعندي سكر وباخد انسلين بس انا ما خدش انسلين لما حصل الحمل يعني انت عندك كم سامة دلوقتي انا عندي ذلواتي تلاتين سنة تلاتين سنة تبضل اه ومعي ولدين قبل كده حصل حمله ومعي ولدين وبعدين حصل الحمل ده وكان عندي ازاي سكر بسيطة ولما حصل الحمل الدكتور قالي لازم ناخد انسلين في الحمل تمام يعني هو دلوقتي جايلي تقريب ان السكر بقاله سنة بس بالضبط تمام انا خايفة ان البيبي ده يطلع عنده سكر او عندي تخافه لا لا متخافيش ده سكر حمله متخافيش على الطفل ان شاء الله بس مهم اوي ان انت بعد الولادة ان احنا نشوف الدنيا هتمش ازاي يعني ده مهم اوي ومعروف ان علاج سكر حل ما ينفعش الى بالانسلين لان الادوية ممكن تقذي الجنين انما الجنين ما تخافيش علي ما فيش مشكلة ان شاء الله تطمن باذن الله شاف الله كل مريض بشكر دفت الكريمة دكتورة منى السماحي استاذ طب الاطفال ورئيس وحدة السكر بجامعة عين شمس بشكر حضرتك حلقتنا انتهت النهار ده من مساء الخير وبكرة باذن الله اشوفكم على خير زي هذا الوقت من تلك ساعات كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة